خسر الأهل النهاء الأفريكي خسارة قد تكون عادية لأي فريق لأي نادي ولكن لأنه الأهل كسرت الإشعاعات والتوقعات وربما الحقاق موسيماني أكيد كان محور الأحاديث والأراء والتوقعات في آخر 24 ساعة فيه اللي شايف أنه ناجح ببطولاته وإنجازاته مع النادي وفيه اللي شايف أنه وقته مع الفريق خلص الغريب أن موسيماني دايماً لغز مباريات يعديها بشكل أسطوري ومباريات يعديها كأقل مدرم حيرة عند الجماهير وأكيد حيرة أكبر عند إدارة الأهل بس اللي ماينفعش حد يختلف عليه أنه موسيماني أكيد راجل ناجح بس هل النجاح فقط يكفي للبقاء أم التطور والاجتهاد دايماً هما الفايزة يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 ما زال طبعاً أصداء خسارة النادي الأهلي لنهاء دور أبطال أفراقيا محل حديث من الجميع الكل يتحدث عن خسارة النادي الأهلي، الكل يتحدث عن توابع خسارة النادي الأهلي والنهاردة هنفتح مع حضراتكم حديث فيما يخص بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني المدير الفني الناجح جداً مع النادي الأهلي بس قبل ما نروح لبيت سمو سماني تعالوا الأول نحط شوية نقط على الحروف الأهلي كسبان اتنين دوري أبطال أفريقيا على التوالي واخب برونزية كاس العالم للأندية مرتين على التوالي وشوية بطولات في النص طيب لما تيجي تتكلم على خسارة أمس هي خسارة في المباراة النهائية من بطول دوري أبطال أفريقيا يعني مش خسارة مثلا في دور المجموعات في دور الستاشر في دور التمانية في دور النصف النهائي ده توصلت الآخر نقطة ممكنة المباراة الفصلة لتحديد البطل ففي المجمل لو حد بيقيم أداء النادي الأهلي خلال ثلاث سنوات فبنسبة نجاح تفوق التسعين في المائة وشيء العشر في المائة دي خسارة الدولة مع السوبر المصري فنجاح فيه نجاح نجاح فني واضح للجهاز الفني واللعبين الحالية عشان بس يبقى الكلام موزون عشان يبقى الكلام منطقي وكلام عاقل دون عصبية دون نرفزة خلونا منطقيين في شيء انه المكسب بيجيب فرح بيجيب فخر بتقول كل حاجة عظيمة بتقول كل حاجة حلوة يا انت لو الأهل مبارح كسب المباراة كانت الإدارة عامية شغلها والجهاز الفني عامل شغله واللعبين رائعين والجامهير اللي سفرت عظيمة وكل حقيقة الجامهير اللي سفرت دي سواء الأهل كسب خسر حصل ايه هم جامهير عظيمة عشان اللي عملو ده بس الخسارة تدقي كل حاجة بالعكس إدارة النادي الأهلي قصرت انها ما حفزتش على حقوقها الجهاز الفني أخطأ في أمور فنية اللي عبين ما لعبوش برجولة كل حاجة بتبقى سيئة مع الخسارة بس دي مباراة دي مباراة فتقييمك يبقى تقييم شامل عشان يبقى تقييم حقيقي صحيح قبل ما نروح من المسلماني برضو قافل أول جزئية إدارة النادي إدارة النادي الأهلي فيما يخص ملعب المباراة النهائية الأول أنا في رأيي أنه الأهلي مع اتحاد الكورة المصري كان له تقصير بنسبة ما بنسبة ما في أنهم مقدموش ملف يستضيفوا بيه المباراة النهائية من بدري وقت ما كان الكاف فتح التقديم لتنظيم المباراة عشان كده كده الكاف قانونيا وده اللي خلى المحكمة الرياضية ترفض أي طلب من النادي الأهلي أنه الكاف قال لك أنا مقدمش غير ملف واحد الملف المغربي بعد انسحاب الملف السنغالي فأنا وفقت عليه فطلع نفسه من الحكاية بس طبعا الكاف كان يقدر يعرض على دول أخرى وفي دول أخرى كان ممكن تصديف المباراة والكاف عشان يبعد عنه الريبة كان ممكن يتحمل بعض التكاليف في استضافة يعني فيه تفاصيل كتير ممكن كانت تحصل لو الكاف ما كانش عايز المغرب هي للتصديف المباراة عشان هو اللي تأخر في الإعلان عن الدولة المستضيف وبالتالي كان من المفترض أنه يعمل موقف أحسن من كده أنه دولة أخرى تصديف الموات تبقى دولة محايدة بس اللي حصل حصل اللي حصل 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 بس اللي حصل بعد كده من إدارة النادي الأهلي في مخاطبات للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية وللكاف وبيانات وخلافه هو كده الأهلي عمل كل اللي عليه وزيادة يعني الأهلي ما كانش ينفع يعمل أكتر من كده الناس والأصوات اللي كان لازم الأهلي ينسحب والأهلي كلام ده كلام مش صحيح مش كلام احترافي مش كلام الأهلي كان هيخسر كتير وأنا شرحت لكم موقتها الأهلي يخسر قد إيه لو نسحب من البطولة يخسر ماليا وإداريا وعلى مستوى البطولة يخسر خسائر أكبر بكتير قوي من خسارة مباراة الأمس حد تاني طرف تاني في نفس القصة بتهدي الضارة قالك لا الأهلي شوش على اللاعبين والجهاز الفني بالبيانات والشكاوى والعمل ده كله لا ما هو لو لقدر الله يعني لقدر الله يعني لو لعبت النادي الأهلي لو أكبر نادي في القرى الأفريقية ما عندهمش من الاحترافية هم والجهاز الفني أن هم يفسروا نفسهم عن اللي بتعملوا الإدارة يبقى دي مشكلة أصلا كبيرة ده دي مشكلة بعيدة عن الإدارة أصلا ده مشكلة في النادي كل بتبقى كارسة يا بس ده مش منطق لعيبة بتلعب مباراة إنبالح لقى اللاعب وحش جدا فنية يعني لعب بشكل مش جيد دي كورة لعب بشكل مش جيد وعلى المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعة وعلى المستوى الخطر من المسلماني كل حاجة مكادش جيد والاهلي ياما لعب قدام جماهير وياما لعب خارج أرضه وكان بيلعب أحسن من كده فلقى ينبالح لها المباراة مش جيدة خلص مش موفق مباراة وارد بتحصل يعني بتحصل وغضب الكابتل المحمود الخطيب اللي في السورة ده ده كان غضب من الأداء وهو بيفرج عن المباراة أوكي طيب تعالي بقى نروح لبيتسو موسيماني الحكاية الكبيرة كبيرة جدا يعني من ينبالح في حزبين كده رأيين عملين يخبطوا في وش بعض اللي هو الرأي اللي يقول لك بيتسو موسيماني لازم يمشي من النادي الاهلي بيتسو موسيماني راجل فاشل واحد تاني يقول لك بيتسو موسيماني ده أنجح راجل دخل النادي الاهلي في الجهاز الفني ولازم يكمل ولازم ياخد بطرات تاني وهكذا لا اللي بيتكلم يمين ده بيتكلم بمنطق صحيح مية في المية ولا اللي بيتكلم ناحية اليسار ده بيتكلم بمنطق صحيح مية في المية دي كلام موضوعي في النص ممكن يتقال بهدوق في تقييم أي مدير فني في العالم حط معايير وقد ما كنت بتكلم على قصة معايير دي حتى مع مداربين منتخة مصر حط معايير هو إيه اللي مطلوب من بيت سموسيماني لما جينا دي الأهلي ياخد بطولات يعمل فريق قوي يعمل تجديد في هذا الفريق القوي بلعبين شباب ولعبين من عناصر جديدة يعمل تدعمات محترمة يعمل أداء كويس ياخد كل البطولات مع النادي الأهلي في الأهلي ما بتخشش تقوله انت هتاخد بطولة أو اتنين انت بتقوله لو اللي عمد بطولة أو الدية لازم تاخدها ده اللي بيحصل في العالم على مندار التاريخ هو ياخد كل البطولات بيت سموسيماني بيت سموسيماني نجح مع النادي الأهلي نجاح باهر عمل إنجازات عظيمة حد هيختلف طيب ما حدش ينف هيختلف دي أرقام وبطولات حد مع البطولات والإنجازات دي يقدر يقول مثلا إن بيت سموسيماني زي الرأي اللي أقصى اليسار ده يقول إنه مدارب فاشل لا ما نفعش طبعا يبقى مدارب فاشل ومن النجح بيبقى الشكله عامل إزاي لما ياخد كل البطولات دي في فترة قليلة يبقى فاشل ما نفعش يبقى فاشل تمام؟ بس في نقطة المعايير اللي أنا قلتها الحرارات داية واللي أكيد الأهلي ولجنة التخطيط ومجرس داية حاطت معايير أكتر منها بكتير أنا بقول مثلا يعني في معايير منها بيت سموسيماني ما حققش فيها نجاح كبير يعني تكوين فريق قوي لا في مثلا لعبين كتير ضموهم بيت سموسيماني نفسه بيت سموسيماني نفسه ما اشتغلوش مع له ميكي سوني مثلا على سبيل المثال ما عملش ما شفناهوش حسام حسن ما شفناهوش كريم فؤاد ما شفناهوش حتى لعبين أصلا كانوا جايين النادي الأهلي المفروض إن الأهلي متوسم فيهم خير مع بيت سموسيماني مستوى هم ما كانش قد كده حسين الشحات طاهر محمد طاهر وغيرهم من اللاعبين طيب بقى أنت عندك مشكلة في الحتة دي دعم الفريق أو تختار اللاعبين يدعموا الفريق بشكل قوي عدد الناشئين واللعبين الصعادين توسمنا خير جدا نبيت سموسيماني في كأس الرابطة اعتمد على عدد كبير من اللاعب الصعادين في الفريق الأول ما شفناهوش بعد كده في الفريق الأول بعد كأس الرابطة ما كملوش مع الفريق ما كملوش طيب الأداء أداء الفريق كده كده أداء الأهلي عند معظم جمهيين النادي الأهلي عند الأغلبية العظمة من جمهيين النادي الأهلي مش عجبها أداء الأهلي مش ممتعة أداء الأهلي فيه صعوبات كبيرة جدا في النواحي الهجومية وفيه صعوبات كبيرة جدا في النواحي الدفاعية فأنت بتتكلم هنا على عدم رضا تقريبا من أغلبية جمهيين النادي الأهلي على مستوى النادي الأهلي بس فيه جزء يقول لك أنا مش عايز أداء أنا عايز بطلات أداء بياخد بطلات ما تكلمنيش على الأداء بس الرأي برضو الحكيم المنطقي أن أنت طول ما أنت عندك مشاكل في خطوطك الهجومية والدفاعية وفي بنا اللعب وخلافه ممكن تعدي مرة واثنين وثلاثة وممكن تخسر نهائي بطولة في الآخر زي بطول الأفريقاء لو فدل الكلام ده ثابت ما بيتغيرش يعني أنت ممكن تلعب مبرامج كويسة اللي بعدها أحسن شوية اللي بعدها ممتازة فترجع تقريبا يعني التباين في المستوى ده عادة عند معظم الفرق المصرية على مر التاريخ وعلى المنتخبات كمال ما عندناش مستوى ثابت بنمشي به بس ما يبقاش فترة طويلة المستوى الفني غير جيد الأهلي السنة اللي فاتت خسر الدول الممتاز بنتائج متعثرة كثيرة مع نهاية الدول رغم أنه كان فارق عن نادي الزمالك السنة دي بيخسر عدد نقاط متتالية في أربع مباريات بيتعادل في تلاتة وبيخسر مباراة وبيكسب آخر مباراة قدام أمبي فأنت هنا لازم تتكلم على نقطة في منتهى الأهمية وهي أنه الأداء حتى هذه اللحظة مع بيتسو مسماني مفوش رضا النتائج مفهاش رضا بس فيه هستري فيه تاريخ لبيتسو مسماني قد يشفع عند جمالي النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي لكن لو عال تقييم الحالي لا يعجب إدارة النادي الأهلي ولا يعجب جمالي النادي الأهلي طيب موقف بيتسو مسماني إيه بقى؟ فترة اللي جاية أم يرحل؟ ده السؤال اللي كل بيسأله دلوقتي إدارة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة مختلفة مختلفة على مصير بيتسو مسماني وديف على ده شركة الكرة في النادي الأهلي فيه رأي يقولك لأ بيتسو مسماني يكمل طبعا مع النادي وفيه رأي تاني يقولك أوكي يمشي بس نكمل به المسم ده على الأهل ما يمشيش ما يكملش لنهاية عقده يمشي بعد نهاية المسم وفيه رأي تالت يقولك لأ استنى أهو دي السيناريوات اللي بقول الله حرار لكم فيه رأي تالت يقولك لأ يمشي دلوقتي يمشي دلوقتي هرهل بالضبط السيناريوات السيناريو الأول اللي بقى على بيتسو مسماني ده اللي بيدور جوه النادي الأهلي دلوقتي وأنا بأكد لكم مية في المية إنه ده اللي بيدور جوه النادي الأهلي دلوقتي مش أقولكو تصريحات اللي هي هيمشي أو لا مش هيمشي بشكل قاطع بس ده اللي بيدور جوه النادي الأهلي وبيدور جوه أو عند الأغلبية العظمة من جميع النادي الأهلي التردد اللي عند جميع النادي الأهلي السيناريو الأول ابقاء على بيتسو موسيماني حتى نهاية الدوري فقط مع إيجاد مدرب آخر غيره بغض النظر عن نتيجة الدوري في النهاية والسيناريو الثاني اعتبار موسيماني مرحلة وانتهت وتويه الشكر له والبحث عن مدرب جديد لكن الأزمة في اختيار بديله السيناريو الثالث الابقاء على موسيماني مع ضرورة وجود مدرب عام مصري قوي في الجهاز المعاون خلال أيام وبشكل سريع طيب دي نقطة مهمة وهي البديل يعني حتى لو الأهل اتخذ قرار داخلي إن بيتسو موسيماني يمشي فبرضو الحيرة عند إقدارة النادي الأهلي مين هيكون البديل في الفترة الحالية اللي يكمل الدوري الممتاز مع النادي الأهلي عشان كده ملخص الكلام إيه حتى هذه اللحظة التردد والاختلاف بين جمعين النادي الأهلي حول بيتسو موسيماني هو موجود أيضا على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي وكل واحد متردد أنا وأنا بكلمك أصلا مش عارف أنا بيتسو موسيماني دائما حطك في حيرة هو ده مدرب كبير أو يا بلاش مدرب هو أكيد مدرب كبير هو ده مدرب المفروض يكمل مع النادي الأهلي ولا مش المفروض يكمل التاريخ بيقول لا يكمل الحاضر يقول بقى فيه مشاكل فنية فهتيس على التاريخ ولا تتيس على الحاضر سؤال صعب لسه الأهلي ما اتخس فيه قرار انس حد يقولك إن في هذه اللحظة الأهلي اتغس قرار نهائي بخصوص بيتسو موسيماني سواء بالبقاء أو الرحيل أنا بقولك هو قولون رحيد يعني لبيت سمو سماني في هذه اللحظة رحل عن النادي الأهلي ولبيت سمو سماني في هذه اللحظة بقى في النادي الأهلي كلام ده مش موجود حتى هذه اللحظة بكرة ممكن يبقى فيه كلام وإدارة النادي الأهلي مزتها دائما إنها إدارة بتستشير بتسمع قراء بتشوف المسؤولين أو الموجودين على طاولة مجلس إدارة عايزين إيه؟ رأي فيه أغلبية بيشوفوا خبراء الكرة للنادي الأهلي اللي موجودين في كل مكان يسألوهم رأيكم إيه؟ عشان كده بيت سمو سماني حتى هذه اللحظة مصيره مش معروف مش معروف تماما طيب تعالوا نروح لمنتخبنا الوطني ونروح لمعسكر منتخبنا الوطني يتطمن على المعسكر مع واحد من الأشخاص المحترمين دائما واحد من الأسماء الكبيرة في إدارة الكرة المصرية الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري يا فنم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور صباح السل إزايك أستاذ كريم مشكر جدا على التعديمة دي أشكرك أخبر حضرتك كله بخير الحمد لله تماما الحمد لله الأول تطمننا على معسكر منتخبنا الوطني يتطمن على المعسكر الأول للكاب جلال الحقيقة المعسكر ابتدى مبارح بمجموعة لعبين المتعودين في مصر وفي مجموعة من لعبين اللي وصلوا من بره زي كابتن نيهني كابتن تريزيجي وإن شاء الله يكتمل عقد منتخب بكرة بإذن الله بانضمام باقي مجموعة اللعبين المختارين ويبقى كده المجموعة كلها كاملة موجودة إن شاء الله مع كابتن نيهات بدءا من بكرة بإذن الله يعني سلاح كمان بكرة موجود إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله طيب خلص ده بالنسبة لكل اللعبين اللي موجودين في المعسكر وخلاص كده بكرة زي ما أنت قلت لي كلهم هيبقوا موجودين في معسكر منتخبنا الوطني طيب الحالة المعنوية في الفترة الحالية بالنسبة للمنتخب انت فاهم أنه برضو إحنا حظينا العاسر يعني خلانا ما نسعدش تصفات كاس العالم لكاس العالم من تصفات كاس العالم خسرنا نهاية كاس الأمم الأفريقية جاي لك لعبين أكيد بحالة معنوية مش أفضل حاجة سواء لعبين نادي الأهلي أو محمد صلاح كمان والخصار مع ليبربول الأخيرة الوضع بالنسبة للمنتخب وكابتن إقاب جلال بيتعامل مع الموقف ده الزي موسي كابتن كريم انت عرف رجالة منتخب مصر يعني عندهم من الخبرات الكبيرة والكتيرة اللي تخليهم يتجاوزوا أي أزمة مش عايز سميها أزمة لكن بتبقى هي كرة القدم دايما بيبقى فيها فوز وخسارة فأعتقد أن خبرات لعبتنا وقدراتهم على تجاوز المرحلة دي هيبقى جيد جدا جهاز الفني أكيد مستعد للجزئية دي وبيتكلم مع اللعيبها بشكل مستمر ودائم حتى هم قبل ما ينضموا المعسكر إن شاء الله تبقى الأمور كويسة وإن شاء الله يعني يوم عن يوم الدنيا بتتحسن بإذن الله طيب منتخبنا الواطنة هيزعر بقميص جديد في مباراتي غينية وأسيوبيا أو لنفس القميص القديم لا لنفس القميص بسعوى نفس القميص طيب التذاكر مباراتي مصر غينية تطرح أمتى إن شاء الله إن شاء الله بدءا من بكرة أعتقد هتبقى موجود على سيستم شركة تسكارتي والفان ايديز اللي موجودة هتبقى سرية للمجدد الفان ايدي بتاعه من بداية الدوري لو حد بقى ما جددش من بداية الدوري أو أيام مباراتي سنغالي يبقى هو محتاج أنه بس يعمل الأبضيت للفان ايدي بتاعتي تحدد أسعار التذاكر هتعلن بكرة بإذن الله أسعار مناسبة إن شاء الله آه بإذن الله بإذن الله وديت كوريا الجنوبية خلاصها يوم 14 يونيو مظبوط إن شاء الله عظيم جدا هل محمد صلاح والمحترفين موجودين في هذه المواجهة هي دي جزئية فنية أعتقد بقى كابتن إيهاب دي اللي هيعلن عنها في الأيام القادمة بإذن الله عظيم جدا اليوم انتركت دورة المديرين الفنيين للاتحاد الأفريقية في مصر برعاية فيفا إيه تفاصيل هذه الدورة يا فن دي ورشة عمل الفيفا بتعملها لمديرين فنيين الاتحادات على مستوى أفريقيا والحمد لله هم تقررون هم يملوها في مصر السنة دي طبعا للإمكانيات الموجودة في مصر سواء من حيث الأماكن الانتقالات دايما دايما الفيفا بتبقى يعني بتفكر في مصر في الجزئية بتاعة الاجتماعات ورش العمل والمؤتمرات وانهاردة بدأت وجود كل المديرين الفنيين للاتحادات الأفريقية ومستمرة بكرة كمان إن شاء الله يعني هي يومين النهاردة وبكرة عظيم جدا طيب ان شاء الله متى يتم تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الأولمبيو واختيار المدير الفني القادم لاتحاد الكورة هي موجودة الموضوع ده مطروح لسه على ترابيسة الاجتماعات في مجلس الضغطة الاتحاد وبمجرد ما يتم الاستقرار على الجهاز هنألن عنه على طول طيب هل مطروح إنه مدير الفني الاتحاد الكورة ممكن يكون أجنبي ولا هيبقى الاستقرار علي مصر إن شاء الله يعني الخيارات كلها موجودة قدام المجلس عندهم سيديات كتيرة وعندهم بيدرسوها ومجرد بس الاستقرار على حد هنألن عنه إن شاء الله هل هناك طرح إن يكون موجود خبير تحكيم أجنبي لإرقاء بعض المحاضرات على حكامنا المصيرين في الفترة اللي جاي ويعمل ورش عمل للحكام دي أكيد دي بتعلي من المستوياتهم وبت يعني بترفع من مستويات الحكام عندنا ممتاز جدا طيب طاكم تحكيم مباراة الآلي والزمالك هل تم تحديد الدولة اللي هيبقى منها الحكام ولا لسه متحددش لا تم تحديد الدولة بس هيعلن عنها في الوقت اللي دايما لجنة الحكام بتعلن عن أسماء أو أسماء وجنسيات اللي حكم قبل المباراة إن شاء الله طيب بعيد عن اسم الدولة بس هل هي من الدولة من الخمس دوليات الكبرى في العالم في أوروبا طبعا طبعا من خمس دوليات الكبرى طبعا أشكرك يا فنة أستاذ وليد العطار المدير التنفيذ الاتحاد الكرة المصري أنا بشكر حراك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات بحترم أنا الناس اللي تخشت تبقى إجابتها محددة واضحة صريحة بمعلومات طيب نكمل مع بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني حتى هذه اللحظة مكمل زي ما قلت لكم مع النادي الأهلي ما فيش مشكلة في بقاءه مع النادي الأهلي مشكلة إدارية أو تعقدية هي قصة كلها زي ما قلت لكم في اختلاف الأراء اختلاف الأراء اللي عند الجماهير موجودة عند إدارة النادي وشركة الكرة دي المعلومة اللي عندي دي بس المعلومة اللي عندي بس يبقى أو يرحل هي برضو معلومة عندي معلومة عندي إنه حتى هذه اللحظة ما فيش اتفاق على ده ما فيش يعني لو حد جي يكلمك مثلا مثلا يعني من الأهلي قالك بيتسو موسيماني ماشي درائه ولو قالك حد تاني من الأهلي بيتسو موسيماني قاعد درائه عشان الطاولة طاولة الاجتماعات في مجلس دارة النادي الأهلي لسه معلاش اتفاق مجلس دارة النادي الأهلي وعجلة التخطيط وشركة الكرة لسه ما فيش اتفاق على بقاء بيتسو موسيماني أو رحيل بيتسو موسيماني أنا مش هكلمك على حاجات بيتسو موسيماني يعني إيه دايق فيها الأهلي شوية الفترات اللي فات هو بيجدد عقده في المؤتمرات الصحفية وقراءه أحيانا في حاجات لا علاقة بالشخصية اللي تغيرت بعض الشيء عما كان موجود في البداية دي كلها حاجات ممكن نتعامل معنا هامشية وإن كانت كابت داية الأهلي وكابت المحمود خطيب تحديدا بس مش هي دي اللي تخلي مسيمان يبقى أو يرحل مش هي دي هي القصة كلها إن حصل هبوط واضح في مستوى النادي الأهلي بقت كل المباراة اللي بيواجهها النادي الأهلي صعبة في الدورة وفي بطلات أفراك ما كانش الأهلي اللي يخسر رايح جاي من سونداونز ما كانش الأهلي اللي يقدم مباريات صعبة جدا قدام الهلال والمريخ السوداني ويكسب بصعوبة جدا مش الأهلي يعني مش الطبيعة بتاعة الأهلي السنة دي غير الدورة نتائج متراجعة لأبعد حد مع أي نادي أي نادي بيقاجه الأهلي عنده صعوبات معا فيه حاجة مش طبيعية فيه حاجة سنة دي مش طبيعية أو يعني مع نهاية السنة اللي فات مع أخصارت الدوري وبعدها كاس السوبر المصري واللي بيحصل السنة دي في الدوري المصري وبطولة أفراكي حتى وانت واصل للنهائي ما فيش رضا كامل على مستوى النادي الأهلي اللي الناس كلها بتفكر فيه بس التاريخ القصير مع بيت سمو سيماني بصراحة وانت أصلي يعني التاريخ ده تحديدة ما تضاش نمسحه راجل عمل إنجازات في وقت قصير جدا إنجازات عاديدة مع النادي الأهلي يعني الناس بتفتكرها على طول ولما تتكلم على الجماهية العاطفية اللي هي دايما عندها فكرة المنافس فالراجل كسب الزمالك خمسة وكسبهم في نهاية القرن الأفريقية فيقول لك قادم كسب الزمالك فده حبيبي وأنا هفضل أحبه طول الوقت العاطفة بتاعت المشجع ده غنيمك التقديدي وراجل عمل معهم نتائج كويس بس التقييم الفني الجيد ما بيبقاش بمباراة بيبقاش ببطولة بيبقى باستمرارية ولو على التاريخ فجوزي مورينيو مثلا كان نكمل مع تشيلسي وعمل لتشيلسي أصلا تاريخ للأبد بقى كان نكمل معهم للأبد كان زيني دين زدان كمل مع ريال مدريد للأبد كان بيب جورديولا كمل مع باير ميونيخ للأبد ممشيش عشان باير ميونيخ كان وجهة نظرهم الفنية إنه الراجل بيلعب بأسلوب غير أسلوب باير ميونيخ بيب جورديولا أحسن مدارف في العالم فالسياسة الإدارية والفنية مختلفة عن عاطفة الجماهير أنت شايف له قدام ولا لا أنت باصس له قدام ولا لا الفريق ده يقدر ينجح له قدام ولا لا الراجل ده لما بيجيب صفقات بتفيد الفريق ولا لا وهكذا طيب بيت سمو سماني اللعيبة وتعالوا نتكلم على الصفقات شوية بتاعة بيت سمو سماني اللي جابها أو الصفقات اللي جاد في وجود بيت سمو سماني معنى أن الصفقات جاد في وجود بيت سمو سماني إنه هو وافق عليها مظبوط؟ أكيد مظبوط تعالوا نشوف المغريبي بدر بنون لعب خمسين مباراة سجل أربعة وصنع هدف حصل على سوى بطاقات صفراء بلا بطاقات حمراء ولعب دقائق لعب أربعة تلاف مئتين وعشرين دقيقة أكيد صفك نجح بدر بنون أكيد صفك نجحة وربنا يشفيه ويرجع في أسرع وقت هو نزل وردي التدريبات مع الندير علي لويس ميكي سوني لعب تمنتاشر مباراة سجل ثلاثة صنع واحد معادل دقائق لعب سبعمائة واثناشر هو غالبا اللي جابه بيتسو موسماني ومش مقتنع به وحتى جميع النادي لأهلي أو معظم جميع النادي لأهلي مش مقتنع به بيرسي تاو لغزة عامل زي موسماني بيرسي تاو بصراحة يعني لعب ستة وعشرين مباراة سجلت تمن أهداف صنع ستة ولعب الف تمنمية ستة وتسعين ديئة بيرسي تاو يئمة مستوى في السماء يئمة مستوى قليل جدا بيرسي موسماني تاو صفقة كلفة الآلة سلاس ملايين دولار حسام حسن لعب 14 مباراة شارك أسان في مباراة واحدة فقط والباك كبديل سجل ما سجلش وما صنعش ولعب 238 ديئة وهو بيتسو موسماني من اختاره للأهلي وكان طبع متقلق جدا مع أسموها كريم فؤاد اللي كان جاي مفروض بديل لمحمد هاني وبديل علي معلول سواء على الناحية اليمين أو الناحية اليسرى لعب 12 مباراة لم يسجل ولم يصنع لعب 599 ديئة دي أرقام عامة يعني عشان أكيد فيه أرقام تفصيلية للمدافعين أكتر من كده بس هم نقول أرقام عامة عشان القصد من الأرقام دي بس الصفقات اللي جابها بيتسو موسماني أحمد عبدالقادر لعب 29 مباراة سجل 4 صنع 5 1511 ده عائد من عارة طبعا بعد ما تقلق كثيرا مع كابتن أحمد سامي في اسموها عمار حمدي لعب 4 مباراة بس وقصيب بعد كده ربنا يشفيه إصابة بالرباط الصديبي لعب 24 ديئة فقط أيضا محمد عبدالمنعم لعب 15 مباراة سجل هدف ولم يصنع أربع بطاقات صفراء و1245 ديئة ولولا تقلقه مع منتخب مصر وقلوس كروش لبقى معارن من النادي الألي يعني تقدرش تقول إنه اختار صفقة عظيمة بيتسو موسماني على فجل فيه مداربين كتير في العالم ممكن يختار اللعبين مش جيدين بس كإدارة فريق بيعرف يدير بس مش كل اللعبين تحديدا الأجانب كمان ما ينفعش يبقوا مش إضافة للفريق مش إضافة للفريق طيب مصدق بالنادي الأهلي قال لرقم 10 إن مجلس الإدارة لسه بيفكر فيه موضوع إقامة مؤتمر عالمي للرد على الأحداث اللي سبقت النهائي الأفريقى والخلاف بين النادي والكاف على الملعب اللي هتقام عليه المباراة وإن المباراة كان لازم تكون على ملعب محايد وقال المصدر لرقم 10 إن فيه تواصل مستمر واجتماعات ودية لم تنقطع بين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة كابتن الخطيب وبين شركة الكورة برئاسة ياسين منصور ومعاهم كمان لجنة التخطيب برئاسة محسن صالحة لو سألتني عن رأي لو سألتني عن رأي أصلاً فكرة تقومة مؤتمر صحفي العالمي دي ما كانتش فكرة عظيمة يعني ما كانتش فكرة يعني بص يعني مش هتجيب لك هدف يعني مش هتجيب بيها جول مش هتوصل بيها لحاجة حتى لو حبيت المؤتمر داشت تفاضف فيه فمش هيأثر أي شيء بس بس أدام قلت يبقى لازم تنفذ عشان الأهلي قرر موضوع المؤتمر الصحفي العالمي ده بيانين تقريباً على ما أتذكره ممكن أكتر فأدام الأهلي قال يبقى الأهلي ينفذ ده الأهلي لو سألتني من الأول كنت أقولك لا مش محتاج أنت المؤتمر الصحفي العالمي ده خلاص المباراة تتلعب والمحكمة الرياضية رفضت طلبك والمؤتمر الصحفي العالمي ده عشان تتوصل بيه حاجات فكده كده أصلاً مش يعني محدش هيسمع بصراحة محدش هيسمع ومحدش هيتأثر محدش هيعمل حاجة يعني خلاص بس لازم الأهلي يعملوا خلاص قضي الأمر بصراحة في رأيي يعني طبعاً الأهلي هو حر إدارة النادي هي بتاخذ القرار كما تشاء بس أدام أنت قلت فأتنفذ طيب معنا عبر الهاتف واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار واحد من الأسماء الكبيرة اللي عبت ليه النادي الأهلي الكابتن الكبير كابتن أحمد صديق مدرب الجونة الحالي كابتن أحمد مشرف ومنور جونة خليك يا كريم أخبرك أنت ايه أعمل ايه وحشني جد وانت كمان حبيبي موفق دايما يا ربي خليك أمورك كويسة كله تمام في الجونة كله خير حبيبي الحمد لله تجربة الجونة دي تجربة مفروض تبقى كويسة ظروف كويسة والأمور كويسة بالنسبة لي الجونة صحيح النتائج لسه محتاجة شوية التصبيت بس الجونة كمنظومة مشى بشكل مستقر إلى حد كبير والله يا كريم دي حقيقة يعني نادي الجونة من عندها محترمة جدا جدا اللي واحد سعيد أنه بدايته في المجال أو النقلة الحقيقية بعد طبعا السطر الواحد أصدار كبيرا نشيه في النادي الأهلي النادي محترم زي النادي الجونة لا يقل على النادي الأهلي وعن عندها الكبيرة الأمانة ومميكانيات كويسة جدا ينقصنا التوفيق بس لأن النادي هذا المفروض بجد يبقى حتة تانية الامكانات اللي واحد شايفها في النادي والاحترافية الموجودة في مجلس الادورة والجهاز اللي معنا لا ان شاء الله النادي راح نتمنى أن نبقى فعلا حقه سعيد بالتجربة طبعا وبشكر الكابتن تامر مصطفى وكادت الرضا في دي وكادتن طرف المان بالجهاز اللي معنا بشكر مع أصدقاء دي ونتمنى التوفيق كده دينا ان شاء الله وتبقى ان شاء الله يعني بداية خلينا جميعا النتائج بقى في الفترة الأخيرة بالنسبة لك مرضية ولا أنت شايف انه كان فيها ستوفيق إن كنا بس قابلنا سوق حظ شوية في المبارات دخلنا كمان على المبارات صعبة جدا دخلنا على تالت دوري ورابع دوري لعبنا أول مبارات لنا كان فيوتشار وبعد كده لعبنا فيوتشار وبيراميد وبعد كده سراميكا يمكن بس عدم التوفيق بالنسبة لنا كان في مبارات المقاص لكن أول ثلاث مبارات كانوا صعب جدا كنا نتمنى بحقق نتيجة إيجابية يمكن ما كانش لسه طبعا اللعيبة تعويض على شغلنا وعلى فكرة الكابتن تامر لكن بعد كده بدأت ضبط شوية أخذنا أربعة منط من فرقه ومن الاتحاد في الاتحاد كبار ومشين بقادة مشاكل كوي سمك الاتحاد النتائج مش من السعداء لكن فرقة كبيرة وفرقة محترمة فانك تكسبها آخر مبارات دي يمكن بنعتبر أنها البداية حقيقة لنا واللعيبة والنادي الجونة نتمنى توفيل فترة الجاية لأن اللعيبة ومكانات اللعيبة الموجودة في النادي تخلي النادي حتى تانية للأمانة نفس الكلام أو نفس الشيء بالنسبة للنادي مكانات النادي لا المفروض فعلا النادي دي بقى في مكانة تانية وأنا نتمنى إن شاء الله نحن معدل مرحلة الصعبة دي وإن شاء الله الفترة الجاية ممكن بإذن الله النادي نقدر إن شاء الله نخليه في حتى تانية بإذن الله إن شاء الله رب موافع كابتر أحمد واحد من الأسماء اللي أنا شخصيا أتوقع لها مشروع مدرب كبير أريد سألك بالتأكيد على النادي الأهلي بقى بكلم نجمي النادي الأهلي فسألك إن برح كده أحزانك إن برح وصورة النادي الأهلي في نهاية دوري أبطال الأفريقيا رأيك في أداية النادي الأهلي أمس أكيد طبعا نرح الزعلان جدا جدا متأثر جدا لأنه كان فيه نجاز تريحي للجيل الحالي ده أنه كان حاجة مع تحققات شبه كده أنه يضع بطولة من مرة الثالثة على التوالي يمكن نصة كريم لو هنتكلم قبل نتكلم في الفنيات الموضوع تشعر أنه موجه للأمانة يعني صدقني مش مبرد لكن دي حقيقة الموضوع تشعر أنه موجه أنه ليه الأهلي ياخد ثالثة على التوالي أو ليه الأهلي هو اللي ياخد دولة أفريقيا هو برقم واحد بالشكل ده من قبل المباراة التوقيت حتى اللي أعلنوا فيه الملعب بتاع المباراة النهائية توقيت يعني توقيت غير مناسب تماما تتكلم في بعض بما بنسبة نسبة 90% الوداد في النهائي بتحدد المباراة في الرضاء يعني موضوع صعب جدا حتى الأحداث اللي حصلت من الجمهور والتذاكر والكل الأمور أمور صعبة جدا جدا لكن أنا مش بقول مبرر ولا بقول العصر لكن بقول أحداث ما كناش نتمنى أن أمورتي يمش بها بالشكل ده لو تتكلم في الأمور الفنية أوجت نظري طبعا أنني ممكن ما كنشوف أفضل حالاته ما أحترم الكامل لفريق الوداد يمكن اللي كان ممازل الوداد أنه احترم الأهلي كويس قوي قد المباراة بشكل تكتيكي على الأعلى مستوى كان بلعب أربعة واحد أربعة واحد ودي بنسبة كبيرة قفل المباراة على نادي الأهلي واخد منها اللي هو عيد يمكن برضو مستر المسلماني ما كانش موفق من جولية نظري طبعا في الدات المباراة في التشكيل إنت لعادت بأربعة اثنين ثلاثة واحد إنت خلص كان لازم أفشي يلعب أنا معاك أنك لو تلعب أربعة ثلاثة ثلاثة طبيعي جدا لو السلية كان موجود كنت أقول لك أوقي يلعب بعد آذر وطاهر ويرسل تاوي ما فيش مشكلة لكن أنت في غياب السلية لو لعبت بحمدي فتح وديانج بسة بنصف ملعب كانت طبيعي جدا جدا أفشي يجب أن تلعب أربعة اثنين ثلاثة واحد يبقى أفشي أنسب واحد لرقم عشرة ممكن دي من الحاجات اللي فريق كثير لأن أنت من وجهة نظري أنت كده خسرت على آذر في مكان مش مكانه وخسرت عدم وجود أفشة فكل دي أمور ساعدت مع عدم التوفيق لبعض اللعيبة وأن اللعيبة كبير جدا لم يكنتش بحالتها ساعدت أن النتيجة تخرج بالشكل ده لكن طبعا مش نهاية المطاوب بالعكس الناجر أهلي أكيد بيفكر في البطولة الجاية من دلوقتي وده نحن متعودين من على هذه أخصرنا بطولة وخصولة من وجهة نظري كانت أهم صدقا يعني كانت أهم بطولة لأهزاب كتير جدا نزامه كان بقى فيه جاز تريحي كان سهل جدا الجيل الحالي لأنه يحققه طيب عايز ألك عايز ألك تحديدا عن محمد هاني مركزك بقى رأيك كيف مستوى محمد هاني ورأيك كيف الخطأ اللي ارتكبه محمد هاني في الهدف الثاني أمس بص يا كريم إحنا مش يعني مش هنعب لعيب الخطأ يعني من عشان كده سهلتك بداية سؤالي رأيك كيف المستوى اللي بيقدم محمد هاني بشكل عام إزاي العيدة وكرة كلهما كريم بيبقى فيه وقت الليفل بتاعه بيعلى جدا وبيوصل لأعلى مستوى وشوفنا بعض المبارات يمكن المبارات دي فقورة الهدف ممكن ما كانش فيه توفيق أو عدم تأدير جايد منه لكن ده لا يقلل منه أبدا وستدان مش بقول كلام دبلوماسي أنا بقول الحقيقة فعلا أنت اللي بسيط للموظم العيدة الأهلي النسبة كبيرة جدا جدا ما كانش في مستواهم صح يعني ده مش العادي بتاع دي هانج للأمانة صح مش عايز أقول اسماتي لكن ولا دي هانج كان في مستواهم ولا برستاة ولا الشحات لعيب كثير جدا ما كانش في مستواهم فمش عايزين نقصه على محمد هاني ده العيب والعيب مهم من ضمن الأسماء الموجودة ومرشحة المتضخب مصر مش معنى غلطة أو التسبب في هدف أو عدم تأديد لكورة بشكل معين نقول إنه سبب الهزين لا ما ننضاش نقول كده خاص خاص كابتن كبير كابتن أحمد صديق مدرب الجونة بشكر حراك شكرا جزائع لهذه المدخلة طيب نكمل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة ولسه مكملين مع أخبار النادي الأهلي مصدر بالنادي الأهلي قال لرقم عشرة إن في رسالة عتاب قوية توجهت من النادي الأهلي لبعض المسؤولين في النادي الأهلي وبعض اللاعبين اللي كان عندهم عصبية زيادة قبل وقاء ما بعد المباراة مباراة الوداد وده عتاب منطقي ومفهوم بسها عصبية تبقى وقت السخونة يعني أي حد بيتعصب وقت المباراة يعني مش بدي له عزر بس عارف أنت أجواء وجماهير وهتفات وتوتر عشان نتيجة فدايما ممكن يبقى فيه أخطاء المهم الأخطاء ما تبقاش مبالغ فيها مهم حاجة الأخطاء ما تبقاش مبالغ فيها طيب نكمل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة وأيضا لسا مكملين مع أخبار النادي الأهلي و زي ما قلت لكم من شوية لجنة التخطيط في النادي الأهلي بتناقش موضوع بيت سمسيماني مع مجلس إدارة النادي ودي في أمور تتعلق عن مستقبله ده بالنسبة لبيت سمسيماني أما اللاعبين فلجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح يعني هتناقش مصير بعض اللاعبين الفريق الحاليين وإن تم الاستقرار على الموافقة على بيع أو إعارة بعض اللاعبين من أصحاب الأسماء الكبيرة في الفريق حال وصول عروض مفيدة مدان للنادي فيه على انتقالات الصفية لأن اللجنة حاليا شايفة خلاص إن اللاعبة دي مش هيكون عندها جديد قوي سوى الأمور الملايين يعني تقدر تستفيد منهم ملايين تحديدا تحديدا أليو ديانج وإحسين الشحات أليو ديانج عشان هم عارفين إن ورقة ممكن تبقى في السوق ممكن تدخ أموال كثيرة لي النادي الأهلي وإحسين الشحات اللي الأهلي مش قادر يمسيقه مستوى يعني لأهلي طبعا توقعات الأهلي وجمهيل النادي الأهلي في حسين الشحات كانت كبيرة وكبيرة جدا ولكن الأداء مش مش مستقرة بالنسبة لأحسين الشحات بصراحة يعني لسه لسه يعني ديانج عايز يساند حسين الشحات ويرجع حسين الشحات للمستوى اللي احنا عارفينه من مصف المقصة وفي العين الإماراتي بس يعني مع الأهلي بيسيب أربع خمس سطور وبيمشي على سطر يسيب أربع خمس سطور وممكن يمشي على سطر يعني تمام معانا عبر الهاتف واحد من أهم نجوم الكرة المصرية على مر التاريخ وأهم حراس المرمى لحرس ومرمى منتخب مصر الكابتن الكبير كابتن نادر السيدة كابتن نادر صباح الخير مشرف ومنور كابتن كريم أعلم بيك وتحاية ليك ولكل المشاهدين أخبارك كله بخير طمين عليك كله تمام يا رب الله رأيك كيف مباراة أمس مباراة الأهلي والوداد وخسارة النادي الأهلي على المستوى الفني ما فيش شك أن الخسارة دايما مؤلمة جدا بالنسبة للناس إنما لازم الناس كلها يكون عندها أو حلاص يعني اتطور العالم دلوقتي وبعد الاطلاع كمان على الكرة الأوروبية والكرة العالمية أن دوام الحال من المحال ودايما وأبدا الفشل هو خطب الخطوات النجاح حتى لو حصل فشل في البطولة أو في المباراة يعني مش هنبعد لبعيد يعني واحد من النمازج اللي احنا كلنا بنفتخر بيها وهنبدأ نفتخر بيها دايما صراح لعب أربع أربع مناسبات مهمة جدا 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 في حياته وقدف كل واحدة منها أقوى ما يمكن وبيطلع من خسارة إلى خسارة تانية إنما مازال أداءه هو هو وثابت في المستوى توقع كان في خسارة كسعالم أو في أفريقيا أو في دولة انجليزية أو في يعني فأنا أصدف إيه الحقيقة طبعا أنا شايف أن الناس كلها بتتكلم وبتنتقط موسيماني وبتنتقط اللعيب وبتنتقط انتقاط شديد قوي 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 يكاد يكون أن العيبة دي ما عملتش ولا حاجة فالحقيقة يعني طبعا ما في الشك أن فيه احترام للزعل إنما المزايدة على الزعل الحقيقة أو مزايدة على بعض الجمائل المحبة للنادي أو المتعصبة للنادي هو ده الشيء الحقيقة اللي بيزعل يعني وعند تحفظ كبير عليك بالتأكيد طيب عايس ألك تحديدا على محمد الشناوي وبعض الناس حملوا الهدف الأول لمحمد الشناوي والهدف الثاني أيضا لمحمد الشناوي تقييمك للهدفين أمس محمد شناوي خارج التقييم الحقيقي لأنه قدم كتير جدا في الفصل اللي فاتت سواء كان مع النادي الأهل أو أعمى المنتخب إنما ممكن جدا في مساحة للعساب في مساحة للعشم مع الشناوي في مساحة لأن أنت السند وأن أنت الضهر بتاعنا نحن دائما بننتظر منك أنك في الموارات المهمة تكون دائما موجود والد جدا يحصل 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 تقدير وأنا دائما بقول أن ما فيش حاجة اسمها هدف أخط خطأ للحال إنما هو هو نسبة في الخطأ لأن في الآخر مين قد فرصة للعب أنه يدخل مين قد فرصة للعب أنه يشكوط في الآخر المكتب يتحمله جميع والخطأ يتحملها الجميع إنما نقدر نقول أن عشان في الشناوي كبير قوي فعشان كده نتمنى أن يحصل كذا 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 إنما هذا ما يقال أبدا من الشناوي كواحد من العلامات البرزة جدا أي من الهدفين حيث أنه يتحمل فيهم نسبة أكبر من المدفعين واللعبين اللي يسابوا مثلا العيب يشوت أو يتحرك بغض النظر أكيد أنا بقول دايما أن أي هدف يدخل مرمى الحال يتحمل جزء من الهدف ليس لازم بقى 10% 20% 30% 50% إنما طبيعي جدا إنما ممكن يكون أن كان فيها وأنا دايما ما بحكم أنا معرفش الموقف إيه معرفش هل هو كان مصاب هل هو كان شجاهز هل هو الزحلة وهو في الملعب فهي نقطة كلها ممكن الراحة ديور رأيه مع التحفز يعني ما أداش أقول رأي رأي مطلق كده إنما أنا شايف إن الشناوي أدى مباراة كويسة وكان ليه مواقف كتير جدا كويسة في المباراة ممكن إن فيها نوع من أنواع سوق التأدير أو ما كان مقدر الكرة بشكل كويس لأن لو كان في تأدير للكرة بشكل اللي هو المتعرف عنه بالنسبة لشناوي كان ممكن إن هو يوصل للكرة الأول ما يعملش تراي من بعيد الجولة الثاني كان ممكن إن رد الفعل كان أقوى بكتير من الكرة كرة ما كانتش قوية قوي فبالتالي كان ممكن يكون عنده فرصة إن هو يمس الكرة أو العبقى البرة فأنا دايما ما بحل الهدف بقول كان ممكن يعمل إيه عشان ما يجيش الهدف إنما مش الهدف أخلط صحيح عظيم جدا طيب عايز سألك على محمد عواد ومحمد أبو جبل محمد عواد طالك في مبراطين مع الزمالك وبعد كده رجع تاني محمد أبو جبل يشارك مع نادي الزمالك رأيك إيه في فكرة تدوير أو دخول محمد أبو جبل عشان ينضم المنتخب مصر في تشكيلة نادي الزمالك لا فكرة التدوير دي أنا أتكلم فيها قبل كده إن لازم يحب التدوير في الحراس وقت ما حتى كان جنش موجود مع الفريق يعني هو مش من مش من مش زنبوهم يعني إن هم ثلاث حراس يقدروا يكونوا رقم واحد يعني سواء كان تدوير مش معنى إن عواد لعب هو أفضل من أبو جبل أو معنى إن أبو جبل لقى عواد مش كويس بالعكس هم الأتنين حراس كويسين ولازم أستفيدوا به هم الأتنين يعني 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 أنت شايف مشاركة محمد أبو جبل وقت تقلق محمد عواد ده عادي عادي جدا عادي جدا وممكن وممكن تقلق أبو جبل بعدها يلعب عواد وانا ده ده اللي أنا كنت أفضله من فترة طويلة جدا مع عواد ومجابل عزيم عزيم جدا كابتن الكبير كابتن نادر السيد حارس مرمى منتخبنا المصري الأصبق وحارس النادي الأهلي والزمالك وعادة كبير من الأندية شكرك شكرا جزيلا طيب نكمل أخبار مصدر بالنادي الأهلي قال رقم 10 إن لجنة التخطيط في الساعات اللي فاتت طلبت من بيتسو موسماني تقرير واضح عن وضع لويس ميكيسوني في الفريق وليه مش بيلعب وليه مش بيتم الاعتماد عليه وهو من الأساس اللي اختار التعاقد معاه كمان اللجنة طلبت من بيتسو تقرير واضح ومفسر وشامل عن النهاء الأفريقي وليه الأهلي خسر وما ظهرش بشكل جيد طبيعي مصدر بالنادي الأهلي كمان قال لرقم 10 إن لجنة التخطيط بالكرة بالنادي الأهلي قررت عودة أحمد ياسر ريان للفريق وتواجده في الموسم الجديد بعد انتهاء عارضه بفريق الطاي التركي وإنه مش هيتم عارض اللاعب مرة أخرى المصدر قال إن ده قرار اللجنة ومسماني مالوش تدخل فيه لأن اللجنة شايفة إن ده الأصلح للفريق ده معناه إن أحمد ياسر ريان موجود مع النادي الأهلي الموسم القادم معارين كتير من النادي الأهلي أسماء كتيرة تقلقت وأسماء كتيرة ما تقلقتش مين هيرجع النادي الأهلي في الموسم اللي جاي الله أعلم تعالوا نشوف معاري النادي الأهلي عملوا إيه الموسم ده وقت ما رجعوا للنادي الأهلي نبدأ طبعا بلاعب الخبرة الكبير محمود عبد المنعم كهرباء أعير لنادي هطاي التركي في الشتاء الماضي وانتهت عارضه بنهاية الموسم لعب خلالها حداش أو اتناشر مباراة ما بين أساسي وبديد بمعدل دقائق 362 دقيقة سجل هدف وحيد فقط في فترة عارضه وصنع أربع أهدف أليو باتجي رعيل النادي أميان بالدورة الدرجة الثانية الفرنسي في الانتقالات الصيفية العام الماضي لمدة موسم لعب في فترة عارضه 31 مباراة ما بين أساسي وبديد بمعدل دقائق 2110 دقيقة باتجي تمكن من تسجيل 14 هدف وصنع ثلاث أهداف وتلقى ست بطاقات صفراء على فكرة عام الموسم فريقه بس غالبا الأهل هيعيره تاني أو ربما يبيعه والترب واليا وعيل النادي السلية القطر في الانتقالات الشطوية الماضية حتى نهاية الموسم لعب واليا مع السلية 9 مباريات بمعدل دقائق 794 دقيقة سجل واليا 9 هدف بقميس السلية وصنع هدفين يعني أرقام برضو جيدة مواجهب النادي الأهلي ما حدش وصل لرقم ده حتى لا أحمد ياسر ريان وعيل النادي ألطاي الترك في الانتقالات الصيفية الماضية ولمدة موسم شارك ريان مع ألطاي في 29 مباراة بمعدل 1078 دقيقة خلال مشاركته مع ألطاي تمكن ريان من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدف وحيد المعارين في الأهلي أو المعارين من الأهلي عاملين أداء أفضل ربما من المهاجمين اللي في الأهلي أحمد رمضان بيكهم عارو الآلي لأسموحة في بداية الموسم الجالي ولمدة موسم واحد لعب بيكهم مع أسموحة حتى الان 16 مباراة 1259 دقيقة ساجل بيكهم هدف وحيد مع فريق سموحة ولعب 14 مباراة أساسي ومواجهتين كبديل أيضا كريم ندفد متقلق جدا مع فيوتشر خرج من الأهلي عارو الموضة موسم في الصيف الماضي إلى فريق فيوتشر اللعب ندفد مع فيوتشر 20 مباراة بمعدل دقائق يعني 1553 دقيقة شارك ندفد في 17 مباراة أساسي ودخل كبديل في 3 مباريات نجح ندفد في تسجيل 3 أهداف مع فريق فيوتشر في مسابقة الدوري حتى الآن أيضا مصطفى البدري عارو الأهلي في بداية الموسم إلى فيوتشر لمدة موسمين شارك البدري مع فيوتشر في 18 مباراة 633 دقيقة لم يسجل البدري أي أهداف وصنع هدفين فقط لعب أساسي هذا الموسم في 7 مباراة وشارك كبديل 11 مر وبيعتمدش عليك كتير كابتن علي ماهر كأساسي سعد سمير عارو الأهلي فيوتشر لمدة موسمين في بداية الموسم الجاري بعد إقامة حفل تكريم له يعد سعد سمير هو كابتن فريق فيوتشر نظر لكبته كبيرة وانضمامه من الأهلي لعب سعد مع فيوتشر 17 مباراة في الدوري بمعدد لقاك 1234 دقيقة شارك سعد في 14 مباراة كأساسي ودخل 3 مرات كبديل وحصل على 3 بطاقات صفراء فكروا بقى مين اللي ممكن يعني أنا شايف انه كريم ندفد ممكن يبقى قريب يرجع أحمد ياسر ريان هيرجع بوليا ممكن أو ممكن لا بس صعب شوية يعني أنا شايف انه الأعرب العودة للنادي الآلي تحديدا يعني كريم ندفد وإيه أحمد ياسر ريان غالبا يعني مجلس إدارة نادي الزمالك عقد جلسة مع فريرا المدير الفني لتحديد عودة بعض اللعبين المعارين بأندية الدوري الممتازة تمهيدة اللي عودتهم لصفوف الزمالك رقم عشر عارف ان فريرا طلب عودة ثلاث لعبين وهم عمر كمال عبدالواحد من فيوتشر محمود شبانة من الاتحاد السكندري ومحمد صبحي حارس مرمى فاركو لكن الحقيقة من الصعب عودة عمر كمال ومحمد صبحي عمر كمال موقع لمدة ثلاثة مواسم مع فيوتشر ومحمد صبحي اعارة بنية البيع وفي تمسك كبير من مسؤولي فاركو بمحمد صبحي أما شبانة فموقع على عقد سلاسي لمدة ستة أشهر يعني يكمل الموسم مع الاتحاد ويرجع عادي لصفوف الزمالك مجددا موضوع بالنسبة لعمر وصبحي ممكن يشهد بعض الصعوبات بس يقدر الزمالك يعني ممكن تحاول تقنع مسؤولي فاركو أو فيوتشر لو عندهم بدايل طبع الأندية الأخرى اللي هي فيوتشر وفاركو إن هم يستغنوا عنهم أو يسيبوهم ساعات اللي فادت شهدت مفاوضات الشفوية بين مسؤولي الزمالك ومحمد رضا بوبو لعب ودي دجلة المعار لفيوتشر اللاعب رحب الانضمام لصفوف الزمالك لكن أكد لهم إنه معار لصفوف فيوتشر مع حقية البيع بمبلغ 18 مليون جنيه واحد بوبو واحد من أفضل لعبي الدوري المصري الممتاز لقبوا يا جماعة لعب رقم 8 بلعب وسط الملعب لعب ممتاز ممتاز سواء بقى مع فيوتشر سواء انتقل للزمالك سواء رحل لنادي آخر واحد من أهم أهم اللاعبين اللي في الدوري السنة دي رقم 10 أيضا عارف إن الساعات اللي فاتت عمر السعيد لعب الزمالك تلقت صلاة من مسؤولي اتحاد سكندالي اللي معرفت رغبته عيد رفض حزم مصيره أو إعطاء أي رغبة وطلب وطلب مهلة لمعرفة موقفه مع الزمالك عمر أساسي مع فريرا يعني عمر قبل سيف الجزيرة كمان عمر في معظم المباراة مع فريرا هو اللاعب الأساسي فأكيد أكيد مش ينفع يفكر في عروض دلوقتي طبعا أن ده تعرض بس أكيد هو ما ياخدش قرار دلوقتي بما أنه حافظ على مكانه الأساسي في نادي الزمالك أحمد فتوح زغير أيسر الزمالك تعرض لحد السير أثناء سفره للجونة لقضاء أجازة اللاعب أصيب بجرح فيه الرأس والدين وتوجه لأحد المستشفيات للعلاج وإجراء فحصات فتوح أخطر الجهاز الطب للمنتخب بإصابته وبناء عليه قرر الكابتن إعاب جلال الموديل الفني المنتخب استبعاد أحمد فتوح من القائمة لمواجهتي غينيا وأسوبيا ضمن تصفيات أهم أفريقيا 2023 واستدعى كريم حافظ ألف مليون سلام على أحمد فتوح واحد من اللاعبين المهمين جدا مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر يعني من الكلام على زهير أيسر للزمالك أو زهير أيسر لمنتخب مصر ومنول فتوح ويجي ويجي بعده بعض كم اسم يعني طيب تعالوا نروح ليه اتحاد الكرة ورقم عشر عارف أن جمال علام رئيس اتحاد المصر قوة القدم أجل صرف مقدم عقد إيهاب جلال مديل فني ليه المنتخب بسبب عدم وجود سيولة مالية في غزينة الجبلية وعد اتحاد الكرة إيهاب جلال بتوقيع الشيك الخاص بمقدم تعاقده تمهيدا لصرف الشيك عند وصول سيولة مالية خلال الأيام اللي جاية مصدر كمان في اتحاد الكرة قال لرقم عشرة أن الاتحاد وعد لعبي المنتخب بصرف 1500 دولار لكل لعب كمكافئة إيجادة حال الفوز في مبارتي غينيا وأسوبيا في تصفيات أهم أفريقيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بخلاف لقاحة المكافئات الرسمية اللي لسه ما جايزهاش كابتن إيهاب جلال حتى الآن اتحاد الكرة بيرغب في تحفيز اللاعبين لحظة أول 6 نقاط في المباراتين لتسهيل موقف منتخبنا إن شاء الله ده بالنسبة للمكافئات يلا خير مكافئات بإذن الله في الفترة اللي جاي مكافئات كتير رقم 10 عارف كمان إن السبب فيه تأخذ الإعلان عن موعد كرة الدور قبل النهاية لبطولة كأس ربطة الأندية المحترفة كان بسبب إن الربطة اتفقت مع أحدى الشركات الإنجليزية على تصميم كأس ربطة اللي هيتم تسليمه للفريق اللي هيحصل لقب النسخة الأولى من البطولة وحتى الآن لم يصل الكاس والشركة تأخرت في تسليم والمفروض تستكمل منافسات نصف النهائي من كأس ربطة الأندية المصرية خلال فترة التوقف الدوري في شهر يونيو الحالي بقى خلاص والأندية اللي تأهلت لنصف النهائي هي فيوتشار والإسماعيلي وغزل المحلة وإنبي طيب نروح للعقوبات اللي أقرها الرابطة الأندية بخصوص الدوري الممتاز الجولة 21 رابطة الأندية علانات على بعض العقوبات أولى لحضراتكم حرمان 747 مشجع للنادي الإسماعيلي من حضور مباراتين متلاتين للسلوك غير رياد أثناء مباراة الزمالك ثانيا إقاف عدد 13 مشجع للنادي الإسماعيلي من حضور مباراة الفريق حتى نهاية الموسم لتكرار الإقاف ثالثا حرمان 221 مشجع لنادي غزل المحلة من حضور مباراتين متلاتين للسلوك لوكوا حاجة في الجزئية دي عجباني طبعا أنا أحب المشجعين يفضلوا في المدرجات وأحب المشجعين ما يعملوش أي تجاوزات وأحب صوت الجماهير وأفرح بجماهير الإسماعيلي والمحلة والمصري والاتحاد والأهلي والزمالك وكل الجماهير بتاعت الكرة اللي في مصر نفرح بيهم وليم مبسوطين من تواجدهم في المدرجات بس ده تطور أنا راضي عنه إن عقوبات الجماهير تبقى بالطريقة دي كان دايماً الأندية اللي بتشيل أخطاء الجماهير يعني لما الجمهور يغلط جزئات على الأندية غرامة على النادي الفلاني اللي تجاوز جماهيره أنا مالي يعني واحد من الجمهور شتم واحد من الجمهور تجاوز أنا كنادي أفضل أتحمل كل ده ليه فدلوقتي أتعاقب الجمهور أنا كمشجع بحب نادية لما أتحرم من مباراة ولا أتنين ولا أتحرم لنهاية الموسم هقعد أفكر ألف مرة قبل ما تجاوز عشان أضمن تواجدي في المدرج عشان أساند فريق دي الأقوات اللي بتحصل في العالم كله في أي دوري في العالم فالشكل ده مريح وزي ما بنقول اللاعب ده كان لازم يتعاقب المدارب ده كان لازم يتعاقب بنقول كمان إن المشجع ده اللي تجاوز أيضا لازم يتعاقب ويرجع تاني المدرجات يبقى بيشجع فريقه بيساند فريقه بيفرح بفريقه بيزعل من فريقه بس ما يبقاش عنده تجاوزات عشان أمور تفضل مشي كويس احنا كنا بنقول يا رب الجمهير ترجع الحمد لله الجمهير رجعت ومشي بشكل عظيم جدا والأمور مشي كويس أي تجاوزات بسيطة اسمها بسيطة واللي بيغلط بياخد جزئه في الحالة الإنجليزية لكورة القدم فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف سترليني على فرانك لامبرد المدير فني لأيفرتون بسبب التصريحات اللي قادلة بيها بعد مباراة ليفربول على ملعب أنفلد في الدوري الشهر إبريل الماضي لامبرد اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء للاعب فريقه أنتوني جوردون أثر تدخل من الكابروني جول ماتيب مدافع فريق ليفربول خرج لامبرد في المؤتمر الصحفي وقال أنه كان من الممكن أن يحتسب الحكم هذه اللعبة ضرب الجزاء فعلا لو كان محمد صلاح نجم ليفربول هو من سكت أرضا شايف حاطين محمد صلاح في الماكولين بس فرانك لامبرد برضو أسطورة يعني أسطورة طيب الإيطالي الكبير واحد من أعظم المدافعين اللي جون في تاريخ إيطاليا جورج وكليني هيختتم مسيرته الدولية النهاردة الأربعة في مباراة المنتخب الإيطالي بطل أمم أوروبا مع المنتخب الأرجنتيني بطل كوبا أمريكا الله على المباراة دي الله على المباراة المباراة تقام على ملعب ويمبل إن شاء الله دي سوبر كده بين بطل أوروبا بطل كأس أوروبا وبطل كوبا أمريكا الأرجنتين كوبا أمريكا وإيطاليا بطلة كأس أوروبا هتلاقي المباراة بكرة حلوة قوي ممتع قوي على ملعب عظيم جدا على ملعب محترم جدا ملعب وينبلي صدف أعظم أعظم المباراة المباراة تقوم إن شاء الله تسعى لربع مساء بتوقيت الكهار المباراة دي هي جاية بعد 11 شهر من بطولة كأس أوروبا اللي رفع كيليني كسها مع المنتخب الإيطالي على نفس الملعب ملعب وينبلي 37 سنة 37 سنة عمل فيهم أفضل أداء ممكن جورجي كيليني سواء مع المنتخب الإيطالي أو بالتأكيد مع فريقه يوفنتس الإيطالي 117 مباراة دولية هو قال بقى لقد حقاقت حلمي الأكبر وهو الفوز بكأس أوروبا كطفل لم أتخيل أبدا أن يحدث كل ما حدث حتى الآن اسم كبير لعب كبير محترم نستمتع به نفرح به عشان هو من اللاعبين الكبار لسه كاملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله نستقبل ضفنة الكبير الكابتن الكبير كابتن أحمد السيد خليكم معنا يعرف حولكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة النجمة الكبير واحد من كباتن النادي الأهلي التاريخيني الكابتن الكبير كابتن أحمد السيد كابتن أحمد مشرف ومنور حبيبك كريم تشرف طبعا بجودي معك على طول أخبرك يكونوا كير الحمد لله كان نفسي تبقى ظروف أحسن طبعا يعني ظروف وحشة جدا واللي حصل من برحلة طبعا يعني تعبنا نفسيا لكن طبعا كان في حاجة غلق كتير حصلت في المرشة طبعا من برحلة الأهلي كان غريب أصيبك طبعا فيه ظروف خارجية ونفضل كل شوية نتأكد نأكد إن كان فيه ظروف خارجية والملعب وخلافهم بس الأهلي في الملعب ما كانش حلوء خالص طبعا بص أنا أنا بعندي اعتراض على حتة الظروف الخارجية لأنه هو كان مثلا ما قال لنا الجمهور مش ينزل ملعب خلاص إنت مفروضة إحنا عندنا الخبرات ودي حاجة برضو يعني الواحدة عايز يتكلم فيها إن معظم اللعبة دي ما لعبتش قدام جماهير كتير فبنوضع الضغط عليها سواء في المنتخب أو في الأهلي بيبقى صعب شوية وحصلت في ماتش السنغال وحصلت في ماتش الودات فبالتالي اللعبة في الماتشاط اللي فيها ضغوطات بتبقى صعبة شوية بالنسبة لها إنت واخد تلعب على ماتشاط في الدوري 500 500 1000 1000 2000 وقاش في شدة برضو حتى الناس اللي بتخش ما تبقاش مش جماهير قوي برضو تبقى برضو ناس هادية شوية في التشجية فما بتتحط في موقف إن انت تبقى تحت ضغط مع جماهير بيبقى دينا صعبة شوية دي نقطة دي نقطة التشكيل بتاع المباراة عمتا الراجل اللي مبارح قال كارسة كارسة في المؤتمر الصحفي أما الناس اعترضوا على التشكيل بتاعه قال أنا لعبت النفس التشكيل الماتش الرجاء اللي هو كان في قبل النهاية وكسبت المباراة طبعا دي ده تصريح دوري التمانية ده تصريح صعب جدا إن انت كل ماتش وليه ظروفه هل الأجواء اللي كانت قبل ماتش الرجاء هي نفس الأجواء اللي قبل ماتش الوداد يبقى انت كده اتصرفت غلط ده دنيا كانت شدة جدا مرات الرجاء زيابوا عودت كمان طبعا لا وانت الماتش الرجاء كسبان والماتش التاني يعني هما برضو نزلين بيلعبوا الأهلي وما كانتش فيه تصريحات أوزة اللي موجودة دي طبعا فالقصة بالنسبة لك كانت مختلفة شوية انت بدأت الماتش غلط أنا برضو اعتراضي على المسلماني عنده مشكلة في توظيف اللعيم أنا أما في ماتش من الماتشات ألاعب أفشا وينج وهو ما عنده سرعات يبقى أنا كده بهذر أنا ما بعرفش أخرج من اللعيب بتاعي كل اللي أنا عايزه المبارح اللي أخطاء اللي هو فيها أول حاجة أنت لازم يبقى عندك الفرق بتاعة شمال أفريقيا لازم تاخد منها الاستحواز بتاع نص الملعب أنت لعبت التلاتة في نص الملعب ماشي كويس قوي بس هل التلاتة دور يقدروا يعمل لك الاستحواز بتاعك ولا ما يقدروش أحمد عبدالقادر كلنا كلنا أي حد في مصر حتى اللي فهمش كورا أحمد عبدالقادر هتحطه فين قدام قدام أحمد عبدالقادر مميز في الحتة دي أنت حاطت أحمد عبدالقادر في نص الملعب عشان يعمل لك الاستحواز هي مش بتاعته هو مش مميز فيها يعني بيفقد من المستوى مثلا 40-45% عشان كذر بشكل مش كويس هو واحد واخد على اللعب أن أنت مثلا تخيل مثلا نيمار في باريس سان جرمان بتحطه في ثلاثة دورة في نص الملعب هو خطورته كلها فين قدام أنت كان لازم تبدأ الاثنين في نص الملعب ومعهم مجدي أفشا محمد مجدي أفشا الوحيد هو عمر السلية لو أنت عمر السلية مصاب زي ما بتقول الوحيد اللي يقدر يعمل الاستحواز في نص الملعب محمد مجدي أفشا حتى أمنت عملت التغييرات طلعت عبدالقادر اللي هو يقدر بدأت فرقة الوداد بدأت تتعب يقدر يعمل لك الفرق قدام صح وكمان أنت فرقة الوداد بدأت تأفل فأنت عايز اللعب اللي عندها حلول اللعب عندها مهارات الفرقة كلها رجعت وراء أنت عايز واحد عنده حلول فردية زي رمضان الصبحي زي الأحمد رفعت الوحيد اللي بيعمل عندك في الأهلي الوحيد عبدالقادر مفيش حد تاني صح أو شريف لو لعب وينج أنت اتأخرت جدا في التغييرات لازم برضو أما قفش نزل لازم كنت تدخل الناس قدام وليد سليمان ما احترام الوليد طبعا مش وقت ما كانش وقت مبارح لازم تنزل حد صغير شوية عوشام حسن كان موجود كمان عندك يعني أنت برضو مع التأفيل الدفاع لي الوداد كنتم محتاج بقى شوية تشتغل عرضيوات بعدين أنت مبارح برضو مشكلة أعمال تلعب كورتولي من أول المتش لمن أنت عندك بيرستاو أنت برضو بتغير الخطة بتاعتك عشان تلعب بيرستاو أنت معروف في المتشات اللي بره وكل المحللين يا كريم قبل المتش بالليل كله بيتكلم من الأهلي يعني هلعة 3-4-3 هو بلعب في المتشات دي على طول بيحط حند فتح بيأمن هل أنت بتغير الخطة بتاعتك عشان بيرستاو دبعا دي تبقى كارثة بعدين أنت لعاوز تلعب كورتولي يا محمد شريف يا حسن ليه هم عندهم أطوال بيرستاو مش هشترك معهم المدافعين بتاع الوداة طوال جدا فأنت بيدي الأفضلية ليهم تعرف اللي ما استغربه إيه؟ هو بيحب المهاجم اللي هو الفولس 9 اللي هو المهاجم السائد ده اللي هو المهاجم اللي مش زابط الشهادو سترايكر آه مش مهاجم صندوق يعني والدليل على ده أنه شريف بلده ما بيعتمدش عليه كتير ما بقى أشي يعتمد لما جاله أحمد جاسر ريان طلعه عارة تاني حسن حسن اللي جايبه أصلا من سموه عشان هو بيعف يعمل الكسة دي ما استخدموش صلاح محسن صلاح محسن فهو عنده مشكلة في الحيط يعني هو مش عايز يغير رغم بيب جورديولي نفسه اللي هو أصلا اللي ابتدع الفكرة دي أصلا راح كان بيفوض هاري كيني السنة اللي فاتت وجاب هلند السنة دي عشان هو عايز برضو مهاجم طب ما أن هلند مش هيفيده في حاجة في الخطة اللي هو بلعب بيها بس في وقت هبقى محتاجه لأ هو أنا لازم المدرب يبقى عندي مرونة التكاية صح إن أنا أنا فيه ماتشات أنا فيه ماتشات أنا فيه ماتشات أنا عايز من الماتش إيه فيه ماتشات أنا محتاج إن أنا الشاديو سترايكر دا اللي هو مش عارب مين لفيروت وفيه ماتشات أنا محتاج واحد محاطة زي أنت بتلاقي بشمال أفريقيا هتلاقي الأطوال بتاعت المدافعين بتاعهم أقل واحد أقل واحد 185 صندر صح فهما ماتش كل كورة طويلة هم واخدنا صح فأنت عمل تلعب طويلة مين خلاص أنت كده فقد الاستوعاز بتاعك طيب وليه الأهلي بداية المباراة أنا مستغربت شوية إنه الأهلي بدأ المباراة خايف الآن إنت عندك تلت ساعة إنت محطوط في منطقتك بدون دا ومش عابة تطلع بالكورة كمان والده مفرقة ضعيفة جدا يعني أنا شاب بص أنا يعني الوداد من أضع يعني أضع في الفرقة الموجودة في المجموعة يعني أنا بالنسبة لي كان بيترو أتليكو والسان داونز والأهلي والزمالك أربع يعني أقوى أربع فرق ما بدين في البطولة كلها الوداد ما عرفش هو وصل كده ب يعني عنفلك اليوم سان داونز بسراحة أنا قولت سان داونز سان داونز وبيترو أتلكو والزمالك والأهلي أربع فرق دول هما أقوى أربع فرق هي وصلت يعني أنا مش شايف إن بارح حد مميز عندهم لو هي قدر يعمل لك الفارق مش شايف حد إنه هو هتخاف منه هو بس هو عندهم إصرار وعندهم روح ومستغلين برضو عامل جمهور معاهم والملعب ورجالها في الملعب هي اللي فرق مبارع إنت الساكن داونز والكرة التانية بتاعتك كلها مبارع واخدينها كلها تطد نص الملعب هما اللي واخدينها أما الساكن داونز الفرقة التانية بتاخدها خلاص الاستعواز لي شايف ألاس إنت اللعيبة اتأثرت بالأحداث كلها اللي موجودة اتشدوا مع المطش اتشدوا مع الجماهير هي دي اللي أصرت على دي أنا استقبت كمان من اللعيبة الأهلي مبارح حالة الحماس والروح يعني بعد اتأخر بهدفين هبتوا يعني أنا المعتاد من الأهلي اتراجل من أكتر اللعيبة اللعبة في الأهلي يعني إنه حتى لو خسرنا تلاتة هتلعب بالكتال وهتقول أنا هتعادل وخصوصا المتشبت على شمال أفريكيا يعني الأفاركا شوية شوية بيمتعنا في صنف اللعب يعني بقاش المتش حماسي قوي زي يعني مثلا ممكن بتلعب فرقة في أفريكيا وكسبان 3-0 وتلاقي المدافع أورا عمي لعب بكعب وهم دماغهم كده اللي هم إيه لكن شمال أفريكيا حتت إن انت برضو اللغة مع بعض نفس اللغة بيبقى المتش بيبقاش أحمس شوية فأنت بتتغلب على كده بإيه هي المتشات دي تبقاش كورة المتشات دي قلبه حماس إنت بقعات كل المتشات القديمة ليه بقى أجاب القلبه الحماس ببرا؟ ليه؟ مفيش مع اللعبة مضغوطة ومجدودة من الأحداث اللي حصلت وتشدت من الجماهير فأنت قريدي كمدرب لازم تخرج اللعبة برا لأحداث دي كلها لازم اللعبة كانت تفصلها برا لأحداث دي كلها ديها شغل إدارة والمدير الفني والمدير الكورة كبساد عبد الحفيز لازم كانوا يبعدوا اللعبة بأجواء يعني أجواء القصص دي خلص اللعبة تشدت مع الأحداث دي اللي انت فيه مبارح لعبة كتير انت بحاس نامش مستواها لعبة كتير حاسس إن إيه ده ده مش هو ده احنا كنا أعلانين حتى من التحكيم في المرة دي والتحكيم ما عملش أي مشكلة يعني باستثناء اللي قالوا مثلا المسلمين في المتنظر صحف إن الوقت الضائعة كان ممكن يبقايز زادت شوية بس حتى لو الوقت الضائعة كان زادت شوية بس أنا بالنسبة لأكتر حاجة ممكن تحجمك في الملحب إن الحاكم يمامرتاشي لأنه هو يرفي حجمك إزاي وبسيعة ممكن أول المتش تلات أربع أنزارات للمدافعين الله أصدقى انت بالنسبة لك أنا كمدافع الحاكم بالحاكم كويس جدا على فكرة الحاكم بتاع جنوب أفريق ده من أفضل هو كامل أولا كان جابوا جسامة كان يابقى المضوع صعب شوية لكن هو الحاكم بالحاكم كان كويس جدا بدليل فيه كرة اللي المدافع بتاعهم عطل الشناء وخد انزار فيها هو لو الحاكم ده مرتاشي أو هو متزبط كان ماشي الكرة عادي محدش يتكلم فيه لكن رجع بعد الكرة قدى المدافع بتاعها انزار لكن أنا شايف إن انبرح الأهلي برا الملعب كانت الأحداث يعني صعبة شوية لكن في الملعب الأهلي مقدمش المستوى اللي هو الناس تقول حتى كل تعليقات على الفيسبوك بعد المدش اللي أهلي ملابش طبعا طبعا حتوصل بحاكم مرتاشي دي إنه حاكم يعني لا حاكم مجامل نسميه مجامل لا بص هو مش مشاكات مرتاشي عند حصل مجامل مجامل أو يتأثر بالأرض هو حكام أفريقيا عمتا هو بيتأثر بإيه بين انت بيبقى مثلا فيه تعاطف مع الفرقة التانية ما تعرفش بقى الأسلوب بينهم إيه برا بس هو يعني لا أنا بشوف إن حكام أفريقيا معظم بيتأثروا بأرض الملعب بأرض الحسابات يعني مثلا يعني حكم مثلا بتاع مصر والسنغال هو الحكم كان كويس جدا بس برضو هو بينهم بالنفس هو بشر شايف المنظر والأجواء كده فممكن يتغضى عن الحجارة يعني مثلا كرة بتاعت عمر جابل لا ما ديش انظار أنا الشيح يعني أنا مش قصدي أنا مش قصدي مرتاشي أنا فائم بقى أصد إن هو بيبقى أنا أحبت أوضح شايفة أصدك إن هو إيه يعني مجامل مجامل إن أنا أبقى إيه محجم فرقة لو عنده حسابات محجم فرقة والفرقة التانية إيه أعدلها حاجات كنا مثلا مشتركة لأعدلها طيب أسألك على بيتسو موسيماني بدأ إن هذا الحلقة بين الرأيين رأي يقول لك لا بيتسو موسيماني عنده نجاحات وعنده إنجازات فيكمل مع النادي الأهلي في رأي تاني يقول لك لا بيتسو موسيماني الأداء اللي بيقدموا الأهلي في الفترة الأخيرة مايلكش بالنادي الأهلي فخلاص كده فترته كويسة والتاريخ ده إنه نقدره ونحترمه بس يمشي إنت مع أني رأي أنا رأي إنه لازم يمشي لازم يمشي إن هو أنا أقولت لك من فترك وتماكن أقولت لك هو مش مقنعة يعني في فرق إن إنت بتكسب ومقنعة وبتكسب والناس عندها لأ يعني فيما تشك كثيرا إنت بتلعبها الناس مش واسقة مش واسقة إن أنت ممكن تكسب فأعتقد وهو كمان أنا أعتقد الشخصي أو إحساسي إن موسيماني بدأ يوصل مراحلات الغرور حتى في كلامه وفي طريقته بدأ يوصل مراحلات الغرور إن أنا كسبت البطولات وإن أنا بجيب بطولات فأنا شايف إن التغيير لأن الناس مش هتستحمل تاني أي إخفاق يعني البطولة كانت سهلة بالنسبة لك محدش هستحمل أي إخفاق تاني يعني سواء قصرت دوري سواء قصرت كاس فأعتقد إن هو يبقى يعني ممكن على نهاية الموسم أو في تغيير نهاية الموسم أو دلوقتي أعتقد لا مش دلوقتي يعني الباني ترى النادي الأهلي الدعم المرح كان ترى من بعض الصحفيين إن فيه اجتماع عاصف من لجنة الكرة في الأهلي مع بيت سمو سماني وبعد كده نادي الأهلي طلع بان ونفع بالليل قال لك ما فيش أي حاجة خلص وكل الدعم للجازر فأعتقد يعني مش وقت تغيير دلوقتي يعني أنت عندك لسة مسابقات دوري وإنت ماشي في الدوري كويس يعني أنت لو كسبت الموسم بتاعتك تبقى أول دوري بس أنت مع آخر الدوري هتكون دخلت أفراكها تاني ودخلت جيب تاني يعني ما أصد أنا طبعا مش بقول إن الموسماني يمشي دلوقتي بس وموسماني ممكن يخسر دوري وارد فقالت غاير دلوقتي وتبني على السنين اللي جاية ولا تستنى لما الموسم يخلص وتجيب واحد تاني بس يعني يعني أعتقد إن إدارة الأهلي ببقى صعب قوي التغيير في وسط الموسماني اللي في أديئ الحدود يعني ما تكون الموضوع كبير قوي لكن هو الراجل بالنسبة له هو قصر بطولة من 3-4 بطولات دخلهم السنة دي هو لسة عامل إنجاز في اليابان وقت ثالث آه فأنت شايف إنه يمشي بس يمشي آخرين آه لأنه ما فيش حاجة مستهلة إنه يمشي الوقتي يعني مش حاجة إرجنت أو إن أنا ماشيي الوقتي آه قصر بطولة وننزع لنا بس ديني ماشي أنا ماشي في الدورة كويس لكن أعتقد لو فيه أي إخفاق تاني في أي بطولة هيمشي طيب أسألك سؤال كان معي دكتور طاق اسماعيل مبارح كابتنك كبير طبعا قال لي لو كمل وحصل أي مباراة خسارة في الدورة أو تعادل هتلاقي الناس مبقيتش مستحملة وممكن يمشي فما تأخذ الكرار دلوقتي وخلاص هو كابتن طاق اسماعيل كرأي إنه يمشي حالا وقال لك إنه لو استمر أي ناس يبدل ملكي زاله أي تعادل أي خسارة هيقول لك يمشي ماشي معه برضو أنا كجماهير كقدرة نادي أهلي جماهير مش هديري النادي أنا عندي لجنة الكرة ولجنة الكرة فيها ناس يعني أسات ذاتنا في الكرة طبعا كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف وكابتن خطيب نفسه وحسوم غالي طبعا بيبقوا عارفين طبعا إمتى الوقت اللي ناخد فيه القرار ده ده قرار صعب جدا أنا معرفش اللي جاية ده بعمل إزاي أو أنت هتماشي مدير فني عمل تاريخ في فترة قصيرة جدا وأنا معرفش اللي جاية ده هيعمل إيه مع اللي جاية ده لو قصر هيحصل إيه هتبقى مشكلة ماشي عاود أماشي في الناس فالقرار طبعا بمدروس فأقول لك هي لازم تبقى الموضوع بقى فيه إخفاقات يعني أنا مثلا خسرت أفريقيا وخسرت دوري لأ بس أنا الكيميا بتاعتي مش ماشي مع الفرق ده وقتي فغير لكن أولو حد ده وقتي هو لو كسب المتشاط هو الراجل ماشي كويس المشكلة بطولة قصرتها وفي وجه نظر الناس إن هي الأحداث ما قبل المباراة إن تخلي الأهل يخسر برضو المتش عندهم وعلى معابهم رأي كيف الصفقات اللي اختارها بيت سمو سيماني الأهل عشي جدا بيرستاو أميكي سوني كريم فؤاد أنا مشيت ناس الصفقات اللي هو عشية ولا هو اللي ما دهمش فرصة يعني مثلا لما تبص على كين فؤاد ما وكان جاي لك لعيب كويس وبيدعب بيمين هو اللي مختارهم بزرط بس ما هو ما دهمش فرصة حسام حسن حد ده في السموحة واحد ده في الدول حاجة من الاتنين يا إما هو اللي اختارهم إما تفرضوا عليه وإذا في نادي الأهل ما بيحصلش إنه يتفرض علي أحد فأنت اخترته إني بقى أنت عارف إن إنت هتحتاجه مش 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 قصة إن أنا أجيب مش الكم أنا الكيف بالنسبالي أنا اللعيب ده هطلع منه إيه آه يعني هنا الصفقة سيئة ولا هو اللي ما استغلش الصفقات دي لا لا أنا عطراضي من ساعة ما جي على بيرستا ولأ طبعا أنا يعني كلعيب أنا بقى لي فترة ما بلعبش مستوية في النازل لو إنت لازم بيبقى فيه تحليل أداء للعيب قبل ما ييجي والنادي الأهلي لازم بيبقى فيه حد مش محل أداء هو بيعمل بيشوف بيشوفه عمل قد إيه كري قد إيه لعب كم ماتش هدفه قد إيه مثلا آخر شهر آخر شهرين لكن مش أنا مش المدير الفاني أنا عايز ده يبقى جيبه إن هو طبعا ما تفوق فيه رقم رهيب ما تفوق فيه صفقة متكلفة 3 مليون دولار صح ماشي وهو الحد دلوقتي مش مقنع للناس طب أنا مشيت واحد زي والتب والية و جبت بيرستاو هي هي أنا مشيت ده ليه يعني قصد إن أنا لبعدا ما مش حد يبقى اللي أجيبه يبقى مستوى أحسن أحسن أو ضعفه صح مش نفس المستوى يبقى أنا مشيت ليه صح أنا جبت حصام حسن أنا ما استغلتش حصام حسن ليه مش عارف يستغله ليه لأنه هو عنده مشكلة بينه وبين اللعيبة هو مش عارف يوصل اللعيبة كلها أو يعمل الروتيشن الصح ما هي الروتيشن ده علم يعني إحنا مثل من الجزي كان بيعرف إمتى أحمد تعب هو عارف إن أحمد ده مستوى مثلا تمانين في المية بيحس بي أن أنا مستوى بدأ إباستين في المية إلا أحمد ده مش أثر أحمد تعب أولا الجمعة يقعد شوية يريح عضلاته تريح شوية أبو تريكا لا يريح شوية لكن أنا أجيب لعيب مثلا زي صلاح محسن أرحم الدينه ماتش بقى كويس ماتش البعض مطلعه بره للتشكيل طب هو الولد نفسه تبقى عاملت زي وعليها كويس فهي القصة هو مش عارف يتعامل مع لعيبة كويس مشكلة محمد محمود في الجزائر هناك برضو شاط مش عارف إيه وعمل مشكلة فواضح إن اللعيبة مش متقبلة قراراته أو هو حاسس إن يعني أنا بالنسبة له عزيزي محمد محمد محمود ده لعيب كويس جدا طبعا أنا بالنسبة لي معلش يعني ولد نزل في ماتش وعمل ضرب الجزاء ولد كان كويس في الماتش يعني نزل شوية ورجع من الإصابة أنا كمدير فني لازم أعمليه الماتش البعض وأنا مش محتاج الماتش أصلا اللعب اللي هو بتاع ماتش الجزائر إنت مش محتاجه طب ما يبدأ الماتش هيحصل إيه صح يبقى أنت حتى لو خسرت الماتش بس إسمعه إيه كتبت لعب ورجعته مصبوط ما هي دي بقى هي دي السنس بتاع المدرب إن أنا أعرف إمتى قدي اللعيب ده أعرف إمتى ولد ولد بقى له ثلاث سمين مصاب مش عقف ثلاثة صليبي جاله ثلاثة صليبي هل إن هو نفسيته تستحمل إن هو يبقى كويس في ماتش فإنت كمدرب خسرت العيب صح حتى لو تعديلت في الماتش بس إنت خسرت العيب خاصة مش عارف يتعامل خاصة إن أنت تعاني من الإرهاق وضغط المباراة فإنت عايز تستخدم كل العنص اللي عندك وإن أنا معليش عندي 25 أو 30 العيب ليه عشان غير بينهم عشان عشان القايمة بالنسبة لي تبقى سمعنا عني 30 العيب ولا عشان أنا كمدرب أعرف أستفيد من 30 العيب دول لازم أعرف أستفيد منهم لازم أعرف إمتى قدي ده أنا ماتش ماتش مش محتاجه تبقى يعمل 11 كلهم الناس ما ترعبش هيحصل إيه ما أنت مش محتاجه صح يبقى أنت بالنسبة لك أنت كسبت اللعيبة دي واللعيبة دي أما حصل إرهاق دلوقتي أنت حسيت أنت محتاج اللعيبة دلوقتي ديانجة صاب السولاية مصاب مش لاقي البديل لأن أنت أصلا إيه البديل بتاعك مش مهيقه كويس إن هو يلعب خلاص أنت واحد زي محمد محمود أفقدته سكف نفسه هتيجي تقول له مثلا أنت ألعبتش زي الوداد ده هل محمد هيقدي نعم هو عارف أنه لو قد أو لعب كويس جدا هيطلع بره تشكيل تاني لكن أنا في جلة مستر مال الجزئ 25 لعيب هو رجل نفسيا كده بيحسسك أن أنت أسيسي حتى لا بتلعبش ويحسس اللي بيلعب ده أنت مش ضمن مكانك هو يقول لنا كده ما حدش ضمن مكانه النجم هو الفريق اللي هيلعب وحش اللي بره اللي بره قاد مستني أحمد لو لايب وحش رامي عاد لايقش رامي لا ولا الجمعة لايب وحش راد هيقش فأنت بتلعب وإنت ما قد نفسك واللي قاد بره على أمل أن أنا هلعب لأنه هو الراجل موصل للمرحلة أنه أنت ما فيش فرق بين أساسي وحتياطي كل أنا هنلعب فهي قصة كلها أنه هو الراجل مش موصل دي مشكلة مش موصل اللعيبة اللي بره التشكيل للثقة يعني حسام حسن ده فريط كويس جدا وهو أنت جايب عشانه فريط كويس أما بينزل الوقتي أنت مش حس حسام حسن لأنه أهم حاجة أن المداري بيدي الصيقة اللعيبة أتفهم معي طيب في مشكلة واضحة دائما عند النادي الأهلي حتى لو العناصر يتغيرت خاطة الدفاع في مشكلة أسمعها بتتغير يبقى في مشكلة مشكلة فردية ومشكلة جمعية أي خصمة أو أي منافس يقدر يوصل لخاطة دفاع النادي الأهلي بسهولة ويقدر يتعامل مع خاطة دفاع سواء بشكل مباشر أو حتى أنه يلعب وراء خاطة دفاع ده بيحصل كتير من كل المنافسين حتى لو ما كانوش بقوة النادي الأهلي إيه الأزمة؟ بص أنا هقولتلك قبل كده يا كريم كنت معاك هنا قلتلك أن الخط الوحيد الخط الوحيد اللي محتاج تجانس خطة دفاع بسهولة الاتنين المساكين أنت النادي الأهلي هات كده على المتشاط من عشر المتشاط كده هتلاقي كل الاتنين المساكين اللي بلعبه مختلفين صح هي أساق أنا بلعب جنب كريم وعارف عيوب كريم وعارف مميزاته هو نفس الكلام عارف عيوبي ومميزاتي صح فأنا بلعب عارف مثلا لو كريم بطيق فأنا عارف إن هي لو عدت لا فلازم أقرب منه شوية هي كيميا من الاتنين فأنت ما بتحساش كتير الموضوع ده هتلاقي مثلا أيمن أشرب بلعب مع ياسر إبراهيم شوية عبد المنعم اتصاب ياسر يتصاب يلعب أيمن ومتاع شوية رمي ربيعة ينزل يعني مفيش تجانس فهي القصة دي صعبة جدا إصاباتي كتير الموودة بدري بنون كان بلعب أساسي اتصاب فهي القصة لازم يبقى فيها تجانس ده أعتقد والحاجة الثانية أنا أعتقد أنهم مفيش تمرين تخصصي وده مهم جدا في علم التدريب للمدفعين تعرفي أختم من ديف يقول لي كده أنه يقول لي أنا أحاسي أن في العائلة مفيش تمرين تخصصي مش مدفعين بس بكل اللاعبين كابتن رهاب جلال كل يوم أنا كنت طالعب معافل المقصة كل يوم مش يوم بعد كل يوم تلت ساعة كابتن حمد إبراهيم تمرين مدفعين كل يوم مش يوم بعد يوم تعال اوقف كنت موجود هنا وهاني سعيد وإحمد بكري تعال اوقف تحرك إزاي ده لو راحك كده في الزي أنت غصب عنك خلاص بقى الموضوع بنسبلك أنت بتتمرينه كل يوم فأنت فاهم ليه نفسك في الموتش بنتحرك أكنينا عارف أنت مربوطين في حبل نتحرك مع بعض لو هو كابتن إهاب كان بيفرجنا على حد بيصار من فوق بيفرجنا الأرباع المدافعين بيتحركوا مع بعض كده كده بيتحركوا إحنا خلاص بينا لوحدنا فاهمين نعمل إيه فأنا أعتقد ما فيش تمرين تخصصي لأن برضو أنت ما تعمل تعمل جهاز فني لازم تحط فيه حد من كل خط فمزي يعني تحطه أنت كمدير فنك مرر المهاجمين بس أنت لازم تجيب واحد يمرر المدافعين ليه هو عنده بحس المدافع الراجل عنده خبرات ينفع يقف يوقف اللعابة إزاي يعني كابتن حمد كان مدافع وكابتن إهاب كان مدافع فبيبقى فاهم المدافعين تقف إزاي فأنت مش موجود عندك في الجهاز اللي يعرف في مرر نلعب على كده لازم أنت فيه كور بتلاقي ممكن تلاقي السرد باج بيجري كده لا بيجري كده لأ ده فيش تناصق بينهم فأنت عاش كده بتحس على طول أنت في الدفاع الأهلي على طول فيه مشاكل فأنا أعتقد أنه ما فيش تخصصي يعني لازم لازم كل يوم أو كل يومين فقر التخصصي للمدافعين عشان الناس كلها بتتكلم على مشاكل دفاع الأهلي الوقتي مين في البلعب تشكيلة النادي الأهلي اللوقتي شايفه ممكن يرحى على النادي الأهلي بعد نهاية الموسم سواء عارة أو بيع يأخد فرصة في مكان تاني قائمة النادي الأهلي شايف ممكن لمصلحيتهم حتى حتى لو مش انتقضن ليهم بس المولد الاتناشر اللي ملعبوش أعتقد أن هما هما نفسهم اللي يطلبوا لهم الاتناشر اللي مبر أعتقد هما اللي يطلوبهم فهما مين من لجو Ting همم لا لا أعتقدش أعتقد هو يعني ممكن أليو دي ينج ممكن يطلع يعني لو جال عرض كويس يطلع أنها تستفيد منه مدهين كويز لا ما أعتقدش في حد تاني ما أعتقدش ما هي ممكن مكسوني ممكن ما أعتقدش أن في حد يطلع تاني أنا ما أعتقدش أنت مش مش في وقت أنت تسيب القوامة الأساسي بتاعك أو أنت تخسرت بطولة فإن أنت خسران بطولة تستغنى على حد من القوامة الأساسي أنت أعتقد أن فيه تدائين هقول لك أسماء من المعارين من النادي الأهلي أحمد ياسر ريان، والتر بواليا، كريم ندفد، أليو باجي، كهرباء، مين في دول تحب تشوف الأهلي الموسم اللي جاي؟ أحمد ياسر ريان أحمد ياسر الوحيد اللي أنت محتاجه الوحيد أنت اللي ناقص عندك ما عندكش فرود محطة ما عندكش الفرود اللي بيقف على الكرة زي مصطفى محمد يعني أنت فيه وقت في المتش يا كريم بتبقى محتاج أحد أطلع عليه أنا مضغوط هل أن أنا هرقم بطلع على الكرة تروح مردوء زي مبرح بتترد عليك تاني فأنت مستعد فين؟ أنت مبتلحش تطلع وقف عندك في الثمانتاشر طول ما أنت وقف عندك في نص ملعبك هتتغلب فأنت محتاج الفرود اللي أنت زي مين؟ زي مصطفى محمد صلى الله محمد كان في الزمالك بتلاقب له الكرة بتلاقب له الكرة بيقف فيها فيقف على الكرة كويس قوي تلاقي الحمد طلع السياسي طلع بنشارقه طلع على الناس طلقت له أنت ما عندكش النوعية دي أنت لازم يبقى أنت لعيبت الأهلي كلهم الفرادة بتاعهم كلهم بسنها عثم حسن شادو سترايكر يعني محمد شريف مش مواصفات الفرود اللي هو برضو اللي هو المحطة اللي يقف يلعب ببماغه عندكش فأنت أحمد يسراين الوحيد اللي ممكن يعملك دي صلاح محزن بيعملك كويس بس طبعا الراجل ما بيلعبوش فأنت محتاج أنا شايف أن أحمد يسراين لازم يبقى لي دور الفترة الجاي أحمد هاني رأيك في مستوى بص أنا ما بحبش ما بحبش النغم اللي أنا قايم هو غلطة لكن ما مشيهاش مستوى لأن محمد أنا دايما بحبش السؤال ده أنا ما بحبش السؤال على الخطأ أنا ليه بحبش السؤال ده عشان أنت تقايم مستوى وأنا اتفق معاك هو خطأ اللي عام له محمد هيدا كممكن يدخل كرة في نفسه أصل هو خطأ طبعا أنا ما مشروش مستوى لأنه هو بقى له فترة الولد فيه متشاط عملها كويس جدا عمل متشاط رهيبة والناس يقول لك محمد هاني رجع فإحنا في مصر مشكلتنا التقييم الجزء ده أقايم الجزء أقايم اللعيب على توتل هو الطبيعي جدا لازم يغلط طبعا هي غلطة ممكن تكون الناس شايفة أن هي غلطة يعني ما تحصلش منه بس ده طبيعي ده بشر لكن ما قلش أنا مستوى محمد هاني محمد هاني مستوى ماشي كويس جدا بلعب أساسي فالناس يقول لها تحملت على محمد هاني هو هدف غلط فيه لكن أنا أتكلم على الهدف ما أتكلمش على مستوى عام وحسن الشحاد حسن عنده مشكلة مستوى مش ثابت ودي أنا كنت قلتلك قبل كده يا كريم أنا ممكن يبقى مستوى وكان مستوى منه يقولي الكلام ده يقولي أنت مستوىك ممكن يبقى 7 من 10 طول الموسم ما توصلتش 10 من 10 بس أنت ثابتلي على 7 من 10 لكن ما متلعبش مرة 10 من 10 مرة 2 من 10 مرة 1 من 10 فأنا بالنسبة لي حسن ماتشاتي يبقى كويس قوي وماتشات يبقى صعب يعني محس أنهم لأم يعني مش مش لعب نادي أهلي لأ مستوى محير حتى للجمهير كلها محير طائر محمد طائر لأم مش كويس أنا طوب في حياتي وأنا في النادي الأهلي أنا على الصراحة وأعتقد الصراحة دي لو قلتها لحد اللي لعيب ممكن يحسن من نفسه أحسن ماتحك عليه لكن لا يعني في ناس كتير في النادي الأهلي محتاجة تعيد نظر على مستوها لأن ده مش مستوى نادي أهلي يعني ولا أداء ولا روح يعني فيه واحد ممكن يبقى أداء عادي بس عنده روح طاوض الأداء لأ قلت لك قيملي اتنين مديرين فنيين كبار جنب في النادي الأهلي من عشرة من والجزئة؟ رقم واحد كم من عشرة؟ 10 من 10 كنتيج كنتيج ولا كأداء؟ أنا ساعدت السؤال عام لا ما أسمع بس ما انتوات ليش منو جزئك قيمة 10 من 10 كأداء ونتيج منو جزئي بقى قيمه أداء ونتيجة طيب أداء ونتيجة تديره كم من عشرة؟ نتائج نتائج 8 من 10 أداء 4 من 10 أداء 4 من 10 أنا مش مختنع بأداءه المدارب اللي معرفش دير المتش أو مش مدير فني أنا حط تشكيل مناسب وفي المتش شغال تغييراتي تبقى مناسبة أنا بطلع الناس اللي بتعمل لي الفارق يعني بطلع عبدالقادر اللي هو الوحيد اللي عندي اللي يعمل لي الفارق ده تقييمك لي عشان المتش بتعمل برح ولا تقييم مش مختلع؟ عمتا 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 انت يعني مش مقنع في ماتشات بتاعبها كويس جدا بس انت النادي الأهلي يعني بتلعب 10 ماتشات يقع منك ماتش مش 13 ماتشات يقع منك 5 اللي هو بتكسبه بالعافية ومعليش يعني انت انت بقى فرقة ما بتلعبش حد فرقة كلها كلها معليش يعني معترامي فرقة كتير جدا ضعيفة مم جدا دي حاجة بتزعمنا جميل النادي الأهلي يقولك حنلعب بطولة كويس دايما ماشا هي قوة البطولة قوة البطولة مش باسمها قوة البطولة بالفرقة المشاركة فيها انا بلعب مع فرقة معليش يعني فين ما زنبي فين ان يمب دي دول باعده خالص فين الترجي انا بقولك مش هما دول القوة العظمة في افريقيا فين الفرق دي فين مفيش حد ما هيديه بقى المشكلة كلها ان انت اه بتلعب فرق بس مش بالقوة بتاعت الفرق بتاعت زمان يعني معلش يعني كنا كنا باللعب الرجاء والوداد سبع ثمانية منهم في المنتخب المغرب حد في الفرقة دي المنتخب المغرب بس هيدي المشكلة كابتنا احمد شرفت ونورتك العادة بس تبتع جدا بتواجدك معي بشكرا شكرا جزيلا لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نستابل فاروق اسام واحمد مصطفى كلام اكتر في الكورة وبالتأكيد عن النادي الاهل والنهاء الافريكي امس فاروق مشرف ومنور مبسوط دايما ان انا معاك اه مش احسن حاجة الوضع دلوقتي بس مبسوط دايما ان انا معاك شكرا لك فاروق احمد مشرف ومنور حبيبك كريم ربالي خليك ومبسوط جدا انا معك تمام الحمد الله ساعدني ساعدني طبع فاروق اللي حصل مبارح مبارا غريبة من النادي اكتبت لسه بكلم عن كابتنا احمد السيد انه اه متفاهمين الظروف واه متفاهمين كل حاجة حصلت برا قبل الماتش بس الماتش نفسه الاهل كان مش اهلي كان الاداء غريب جدا هو خلينا قبل ما نتكلم على المباراة نفسها مش اه ما بنخلقش مبررات وعزر للنادي الاهلي لكن هو الظروف اللي كل الدنيا عارفاها خلاص العالم كله بعرف الظروف اللي تلعبت فيها المباراة صعبة جدا كفرقة اي فرقة تكسب المباراة مكناش اه طالبين باللعيبة يقدموا افضل ما عندهم لكن لو ما كذلك برضو الظروف كانت صعبة عليهم وكمان الجيل ده جمهير النادي الاهلي ما تنساش ان الجيل ده حقق انجازات كبيرة الاهلي في اخر عشر سنين وصل سبع نهائيات لدوري ابطال افريقيا فالجيل ده برضو زي ما حقق وكرة مش مكسب بس الكرة مكسب وخسارة فزي ما بتكسب زي ما بتشجع النادي الاهلي في المكسب لازم تشجعه في الخسارة نتكلم على المباراة يا كريم انا شايف ان المسيماني قدار المباراة بشكل سيء جدا مسيماني من المدربين اللي زي ما قلنا ان هو بيحلل الخصم بشكل مكسب جدا عنده فريق تحليل اداء يعني فريق تحليل اداء جيد ولكن بيسبب مشاكل كبيرة في الـ اي حي محلل اداء يحلل اداء الوداد قبل مباراة الاهلي الوداد لما بيلعب على ملعبه فريق بيبدأ اول ربع ساعة بيعنف جديد جدا بضغط جديد جدا مع وليد الريكراكي اللي فاجئ النادي الاهلي وفاجئ مسيماني انه ما ضغطش اول عشر دقائق انت بتلعب ضد الوداد مسيمانه في دماغه انه هو السيناريو هتستفيد من وجود اربعين الف في المدرجات وهتضغط على بضغط متقدم مسيماني اتفاجئ ان الوداد راجع لنص ملعبه ما بيضغطش على ادفاع النادي الاهلي خطة مسيماني قبل المباراة المعتمدة على ضغط الوداد انا مش هقدر اخرج بالكورة او مش عايز اخرج بالكورة على الارض من مناطق انا اخرج بالكورة باللونج باس عشان لما الدفاع يتقدم والوداد يضغط بشكل مكسف زي ضغط ليفر بول مثلا مع يورجان كلوب بدا بيقدي ان يوجود مساحات في الخلف ده اللي خلى مسيماني يعتمد على اسلوب اللونج باس لما اتفاجئ ان في الملعب ان مفيش ضغط عليه قدام بقى الاهلي عامل الملعبه بالضبط عامل زي الفوليبول ست لعيبة موجودين في خط الدفاع الرباع الدفاعي قدامه محمدي فتحي وقاليو ديانج واربع لعيبة موجودين في نص الملعب التاني مفيش حلقة وصل ما بينهم مع عدم موجود مجدي افشل وعدم موجود عمر السلية المساحة دي بقت فاضية تماما ما بقتش عارف لا تخرج بالكورة على الارض ولا تلعب اللونج باس يعني انا بعد المباراة كده المشجع البسيط العادي لو هو بيتفرج على المباراة كان بيشتكي من اللونج باس فانا حبي تعرف الارقام وخصوصا دفاع الاهلي ايمن اشرف لعب تسع لونج باس في المباراة زيرو منها صحيح مراحتش ولا كورة صحيحة محمد الشناوي لعب 14 باس كم لونج باس منهم عشرة ده معناه ان انت لو حاليت اربع باسات باس على الارض اللي اللعيبة انه هو يبني الهجم كان فيه هجمة في اخر المباراة لمجدي افشل ونزله عشان يستلم منه وفيه قدامه اربع لعيبة لجأ للونج باس فكان فيه مشكلة كبيرة في الاهلي في المباراة دي احمد رأي اكيد بص كريم انا عايز اقول لك على حاجة كل المقدمات اللي كانت بيمر بها النادي الاهلي لفترة الفاتت دي نتيجة طبيعية للمقدمات ونتاجه في الدوري السيئة جدا حتى الاداء احنا كنا شايفين النادي الاهلي داخل على كارسة ما فيش حد كان بيتفرج على النادي الاهلي ما كانش مقتنع النادي الاهلي هتحصل كارسة كبيرة بس مش عارفين الكارسة هتحصل امتى فالأسف هي حصل في نهاية افريكا ما كانش معمول حسابها ان هي كارسة تحصل في الوقت ده لكن هي دي الكارسة من وجهة نظري ان مسيم بس ممكن معليش عسيبك تكمل والله هتحفظ بس على فكرة انها كارسة لسبب انه انا دايما معتاد او عشان ده قلته على منتخب مصر قبل كده عشان ما بقاش اسمي سيبت داية انه وصولك لاخر النقطة فده في حد ذاته نجاح انك ما ديقدرش تكسب ابقى انت بخدتش البطولة بس انت نجحت انك توصل لاخر النقطة وهي النهائي فما فيش كارسة حتى النتيجة مش كارسة النتيجة مش كارسة طبعا بس تمام يعني طبعا الاداء بتاع مبارح الاهلي كان اداء اكيد س اداء سيئ جدا ومسلماني حتى وهو بيكسب ما كانش مكنع للجماهير وكان في اوقات كثيرة بيكسب مطشاط حتى في الدوري بقيت صعبة عليه امام منافس احترامي الجماع المنفسين الدوري كان برضو تبقى مبارحات صعبة عن نادي الاهلي جدا ونحن متعودناش عن نادي الاهلي في الاداء ده غير ان المسلماني مع نادي الاهلي عمل حاجة بالنسبة لي انا شايفها انها كارسة برضو دي من وجهة نظري انها كارسة فعلا الحقيقة انه هو فقط شخصية نادي الاهلي نادي الاهلي طول عمره طول ت تاريخه بينزل يضغط اي خصم من الامام فدايما تلاقي الخصم بيعمله حساب فشوفنا مع نادي الاهلي بقى بيلعب امام المنفسين فوقات كتيرة بيبقى دايما هو رد الفعل فبيبقى فعل نادي الاهلي دايما تلاقيه في مبارات كبيرة حتى مبارات الرجاء المغربي في السوبر نادي الاهلي دخل فيه هدف فكان رد فعل الاهلي بيبقى دايما بتبدل مستني لغاية انت رد فعلك هديجي بكرة من هدف كرة ثابتة او اي حاجة حلول من الفردية زي احمد عبقادرة والكلام طبعا غياب عمر السلية كان مؤثر جدا لانه هو الوحيد اللي بيعرفها من حلقة النابت بقى بين خط الدفاع وخط الوجوم غير ان المسلماني انا مقتنع ان من صنوقية حمد فتحي وقال لي ديانك صنوقية بتبقى سيئة جدا لان الاثنين بيلعبوا يعتبر رقم ستة فالكرة طبعا الوداد المغربي زي ما فاروق قال هو سبيل استحواز النادي الاهلي صحيح فالنادي الاهلي بيلعب دايما حمد فتحي وديانك بش عارفين ربطوا ما بين خط الدفاع وخط الوجوم اي واحد منهم فب ياسر ابراهيم وايمن اشرف فطبعا انت سيب لك الاستحواز فبقى كل باص بيعابله وياسر ابراهيم وياسر ابراهيم لا تشوفهم عندهمش الملكة دي تاعت محمد عبد المعلم او بدر بنون هم بيعافوا يبدأوا كرة من تحت كويس جدا او بينقلوا الفريق للأمام فكان طبعا الهدف الاولاني الخطأ الكبير او بسبب ان ميس باص من ياسر ابراهيم حتى لما تقطعت ميس باص من حمد فتحي فده مشكلة كبيرة جدا فاضطر ان احمد عبقادر بقى هو ناس برضو بتقول ان احمد لانه كانتش في مستواه ممكن يكون جزء كبير مش في مستواه بس احمد كان بيتطر ينزل من فوق من بعد النص الملعب عشان يستلم الكرة هو اللي ينقل الفرقة وهو ده مش دوره المفروض رقم ستة او رقم تمانية سواء حمد فتحة او دي انجا او اي ان كان فيهم بالتبادل الطبيعي ان هو بيدي الباص لحما عدقى بقادر عشان تبدأتن للفريق او تلعب كرة على الارض لكن ده كانتش بيحصل حمد فتحي كان بيلعب الكرة الياسر ابراهيم ايمن اشرف كنا دايما بيلعب كرة طولية كل اللى وما عندناش المهاجم المحطة ودي مشكلة كبيرة في الناد الاهلي منعرفش يخلى İnagnerie بديل يعني الناد الاهلي من اول الدورة او من اول في السنهة دي معندهش المهاجم محطة يلو حتى لو عايزز ترعب كرة طلية او كرطة في الرقص ما عندكش المهاجم ده برسى مثل تاو عنده صراعات لكن مش المحطة محمد شريف نفس الكلام عنده صراعات لكن مش المحطة فده مشاكل كبيرة جداً فنية موسيمانية مقدرش يعالجها غير ان الوداد المغبى طبعاً ولاد الكراكي هو ادريان يقر فروق قال برضو فضل مستنيه ويبدأ يخطف اي هدف او خطاب عن النادل اهلي وهو دارس النادل اهلي كويس فيه في نص الكرة في نص ملعب النادل اهلي اكيد تحصل اخطاء خلينا اخد من كلام احمد بنقطة مهمة لو رجعنا للتشكيل اللي بدأ بمو سيماني اللعب الهجومي عندك هو نوعين يلاعب ياخد الكرة في المساحة يلاعب ينزل يستلم الكرة ويخلات احت رجله لو رجعنا للرباعي اللي بدأ المباراة كم اللعب ياخد الكرة في المساحة وكم اللعب يستلم الكرة لو البي الأرسيتاو لعب يأخد الكرة في المساحة حب يتحرك ويستلم الكرة حسين الشاحات نفس الكلام... طاغر نفس الكلام الوحيد اللي ممكن ينزل يستلم الكرة ويقف عليها ان أحمد عبدالقادر و أحمد عبدالقادر تفكيره一اوت دايما في المراوغة هو قام يحتاجة يقوّم لعيب صغير 정당 في نص مبراه لتيها المباراة ليستهملة المراوغات كان دايما عندما أحمد عبدالقادر لما بيزود أو وهو اللي شاف النادي الأهلي وشاف أداء أحمد عبدالقادر أول ما يستلم الكرة تعليمات مباشرة أنه هو يضغط عليه باتنين لعيبة كان بتطقطع منه الكرة وسببت مشاكل فكان لازم مسماني في تشكلته يحط في دماغه أنه لازم يبقى موجود لعيب عمر السلامي مش موجود لازم يقفش موجود اللعيب اللي بقدر ينزل يستلم يحط الكرة تحت رجله ويحضر اللعب أو يوزع اللعب بأي طريقة إن كانت أنت لعبت اللونج باس حتى في الشود الثاني هو استمر استمر بنفس الفكرة أنا شفته في الشود الثاني بيوجه تعليمات لأيمن أشرف بيقوله ما بتلعبش ليه أيمن أشرف لما لقى الكورة كلها رايحة لأشرف دالي وفرحاني بدأ يلعب الكرة على الأرض ياسر إبراهيم في الكرة اللي أخطأ فيها في كورة الهدف قدامه تنين لعيب علي معلول وحمدي فتحي ولاجأ أنه يلعب أه ما لعيبش اللونج باس بس لعيب بصمة بين الخطوط طويل اتقطع فدي تعليمات وكانت تعليمات واضحة جدا وده سببه أن المسيماني كان معتقد أن الولاد هيضغط عليه وهيسيب مساحات في الخط الخلف لما أحمد قال أن المسيماني كان غير أسلوبه أو فقد الأهلي شخصيته هو مش ده نفس المدرب اللي ضد الهلال ضغط بالفرقة كلها هو ده المباراة الوحيدة فعلا النادي الأهلي أول ما ضغط على الهلال النادي الأهلي تتسبب في أنه يجيب هدفين ويطرد لعيب من نادي الهلال ما ده بعل أنا أتكلم فيه المسيماني بيغير أسلوبه دايما ده راجع لدراسته للخصص يعني أنا لو ألعب بأسلوبي أو أسلوب النادي الأهلي اللي أنا ضغط في ضد الهلال ما جيش قدام الوداد وتراجع وألعب ده هي فرقة ما فيش مجاسفات فيها ما فيش مفعش تألف غير طريقة لعب مسيماني دايما بقاله فترة خاصة بعد بيرس تاو لما بدأ يلعب يعني أنه بيغار طريقة لعب مخصوص لبيرس تاو دي واضحة جدا إصراره على بيرس تاو خلى حتى الجماهير بقت مع بيرس تاو بقى فيه صدامة بينه أنت بتعانيت في العيب أيا كان أنا مش مختلف أن بيرس تاو لعب كويس لكن هو خلاص نفسيا الكرة مش مقاش معاك صح الكرة ما عندك فخلاص أنت ما تعانيتش معاها فإنت أدي فرصة لحد تاني أنت خلصت على محمد شريف نفسيا في الوقت اللي هو كان متفوق فيه صح عشان تلعب بيرس تاو أنت غير طريقة اللعب أكتر من مرة يعني بيرس تاو من 3-4-3 في بداية الموسم وبعد ذلك بدأت تلعب طريقة اللعب غريبة جدا أول مرة بلقى يلعب بيها 4-2-2-2 دي غريبة جدا لا أولا عب بيعك أصد الموسم ده الموسم ده صح الموسم ده غريب طول عمر الأن يلعب 4-2-3-1 بالضبط فبدأ يغار طريقة لعب برضه بسبب بيرس تاو لأنه هو جرب بيرس تاو على الوينجات فبيرس تاو ما بيدفعش هو يحتاج دايما أنه في موسم ده صح مثل تلعب بره أرضه يحتاج لعب زي طاهر أولي بيرس مستر مسماني مجتنع بطهر جدا لأن طاهر يستطيع يعمل واجب الدفاع كويس جدا مع أن أنت أصلا الناد الأهلي متعاقد مع طهر محمد طهر لأنه يكون البديل لرمضان صبحي هو جناح حجومي محتاج منه يعمل لك حلول يعمل لك الفرق الناد الأهلي لكن أنت مش جايب طهر عشان تبقى ليه واجبات دفاعية وأي مباراة نادي الأهلي لعبها خارج أرضه هتلاقي طهر محمد طهر موجود فيها لأنه هو بالنسبة له بيقدم له الدور التكتيكي والدفاع كويس جدا وإنت محتاج أنت نادي الأهلي نادي كبير نادي الأهلي هو نادي الودادة اللي بيعمل لحساد أسألك السؤال الأكثر جدلا في هذه الأثناء ذا يقوله بيتس مسماني يبكى أم يرحل لازم يبكى لازم يبكى رحيله دلوقتي ضد النادي الأهلي وضد مصلحة النادي الأهلي حتى لو فيه انتقادات آه الرجل إحنا مفيش حد حتى لعيبة إحنا بننتقدها لعيبة اللي حققت إنجازات وراجل نفسه إحنا بننتقده آه أخطاء كان فيه أخطاء كان فيه أخطاء كان فيه أخطاء فردية كمان من لعيبة كان فيه أخطاء فردية ما ينفعش اتنين تصويبه قبل تصويبت الجون من جات في العرضة بدون ضغط تكرر نفس الليحبة من حمد فاتح وديانج انت عندك اتنين أصلا ده مركزهم مفروض الضغط ده مش بتصويبت المسلماني فبيت المسلماني ليه أخطاء لكن هو وجوده لازم يبقى موجود لآخر الموسم لآخر الموسم خلاص في شهر 8 هيبقى موجود الدوري أعتقد هو حاليا هو المقياس بالنسباله وخلاص الدنيا دلوقتي فاضية بالنسبة للنادي الأهلي وبطولة الدوري هو التركيز عليها رقموا أحدين محمد أنا مقتنع أنه لازم يرحل يرحل لازم يرحل أنا شايف أن المسلماني وجوده هي سابق مشاكل الموضوع مش موضوع خسارة نهاية أو خسارة مباراة على فكرة طبيعي جدا المباراة مش نهاية العالم لتخسر مباراة إنما أنت بتشوف المقدمات اللي أنا قلت عليها إنه هو كل أداية في النادي الأهلي احنا شايفين اداية النادي الأهلي كل مباراة الدوري صعبة إزاي عمرنا ما تعودنا على نادي الأهلي كده نادي الأهلي يعني طوله عمره بيبقى شخصيته واضحة وليه أسلوب وليه طارية لا إحنا مش شايفين مع مسلماني أسلوب واضح للنادي الأهلي فمسلماني وجوده أو استمراره كمان هيسبب مشاكل كبيرة جدا لأن مسلماني أنا شايف إنه هو كمان مركز جدا مع السوشيال ميديا دي نقطة غير إن مسلماني محافظة أن قدت اللبس بتاعتك فمسلماني عنده مشاكل كبيرة مع لعبة لعبة كتيرة شايفة إن بيرسي تاو يعني إنت شايف بيرسي تاو في أسوأ حالته بيلعب وفي وقت كتير أنت بتيجي على أي لعب حوالين بيرسي تاو متاح إنه هو يطلع صحيح إنما إلا بيرسي تاو فمسلماني لو استمر طبعا هيبقى فيك وارس إنه عندك الدوري أصلا هو مش ماشي فيه كويس ماشي على سطر كريم قال كده قبل ما ندخل قال الندي الأهلي فعلا مش بياخد قرارات فعلية ندي الأهلي فيه ميزة حتى دي من زمان بيفكر كويس جدا وندي الأهلي مش هيمشي مسلماني غير ما يكون فيه البديل وأنا أواصلك ندي الأهلي بيفكر في الموضوع له حتى موضوع التجديد أنا كنت تعرف ندي الأهلي بيفكر في البديل بس يعني المعادلة صعبة ليه المعادلة فعرفة أنا متكلم فيها صح إن أنا لو مشيت مسلماني هو بيكسب طب ازاي ممكن اجيب مدرب مقنع بالنسباني بس ما بيكسبش هايبقى مشكلة بالظبط مشكلة فانا لازم اضطر اجيبه في حالة ايه في حالة لما اخسر حبدأ ساعت هافكر صحيح احمد انت شرفتني ونورتني كالعادة عبيبا كريم تسلم بزيان فاروق شرفتني ونورتني شكرا يا كريم انت بشجع ريال؟ لا خالص بشجع ايه شجع مانشستر ماناتيب انا مدريدي مدريدي مبروك شوفكم يا رب على الف خير دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتم معانا واشوفكم يا رب على الف خير